الخطوة الأولى لسوارش مع الأهلي ناجحة فوز على بيترو جيتو ووصول لنهائي كبير مع الزمان اشتركوا في القناة لكسب النهاردة بيترو جيت في أول مباراة ليركاردو سوارش فوز مهم كبداية لكن الأداء لسه محتاج منه شغل كتير محتاج تطوير كبير على المستوى الفردي للعابين قبل الأداء الجماعي عموما كأس مصر الموسم اللي فات ضمن لنا نهاي كبير بين الأهلي والزمالك وبالتبعية ضمن لنا سوبر يجمع كبيري في كرة المصر اشتركوا في القناة جديدة من رقم عشرة نهاردة الأهلي يفوز على بيترو جيت بهدفين دون رد هدف لمحمد مجدي أفشا في الدقيقة تمانية من تصويب رائعة من داخل منطقة الجزاء وتبع هدف لمحمد عبد المنعم في الشوت الثاني في الدقيقة 72 برقصية رائعة جداً رقصية من رقصيات المهاجمين الكبار اللي مش موجودين دلوقتي في الدولة المصر المهاجمين اللي بيعافوا لعوا برأسهم محمد عبد المنعم المدافع العائد للأهلي بعد غياب أكتر من شهر ونص يسجل هدف تاني يحسم المباراة بيترو جيت كان عنده فرصة أنه يرجع للمباراة بضرب الجزاء في الدقيقة 45 أهضرها مصطفى جابر بيترو جيت لعب 15 دقيقة آخر 15 دقيقة أو 20 دقيقة بالكتير في الشوت الأول بشكل ممتاز جداً وضغط على النادي الأهلي وخد ضرب الجزاء ولكن بقى المباراة ما كانش موجود بيترو جيت سيطر الأهلي طولاً وعرضاً الفرص كانت للنادي الأهلي رغم أن الأداء الفردي للنادي الأهلي ما زال عليه الكثير من علامات الاستفهام بالنسبة لمعظم اللاعبين في مشكلة في الأداء الفردي آه في جزء يتحمل ضغط المباراة لكن هم نتكلم عن مهارات الأساسية الفردية معظم اللاعبين بعاد تماماً عن مستواهم أكيد ريكاردو سوارش عنده مهمة كبيرة جداً زي ما قلت في المقدمة على المستوى الفردي للعبين أنه يرجعهم تاني لمستوياتهم الطبيعية عشان فيه لعيبة كتير في النادي الأهلي مستواها الطبيعي جيد بتتكلم في حسين الشحات في طهر محمد طهر بتتكلم في محمد شريف بتتكلم في صلاح محسن بتتكلم في أفشة بتتكلم في عمر السلية بتتكلم في محمد هاني كل اللاعبين دول مستواهم الأصلي مستوى جيد جداً الفكرة أنه فيهم كتير مش كلهم بعات شويتين تلاتة عن مستواهم الفرد عشان كده عنده مهمة كبيرة أنه يرجعهم للمستوى الطبيعي ويطور كمان المستوى الطبيعي ده ما تقدرش النهاردة تتكلم على أي أمور فنية في المباراة تقول إن ريكاردو سواريش النهاردة عملها النهاردة مباراة على الورق وحتى في أرض الملعب هنا مفروض مباراة سهلة ليه النادي الأهلي أنت بتتكلم أنه أكيد الكابتن سامي أمسان دي تشكلته أكيد الكابتن سامي أمسان النهاردة هو اللي كان حاطت كل حاجة في المباراة وطريقة اللعب بس كان فيه النهاردة كاشكول في إيد ريكاردو سواريش طول المباراة الكاشكول ده أقول لحضراتكم إيه تفاصيله أو إيه فكرته الراجل كاتب في الكاشكول ده أرقام اللاعبين وأسماء اللاعبين هو لسه محفظه أحد هو عايز يشوف في الملعب كل لاعب وكل رقم لاعب ومركز اللاعب عشان يقدر يحط المميزات والعيوب لكل لاعب قدامهم لما يقعد في التمرين اللي جاي في المحاضرة اللي جاية لسه بيتعرف على الفريق لسه بيشوف الفريق عشان كده بتقدرش تحكم طبعا 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 لأنه النهاردة ولا بكرة ولا بعده لسه شوية وبل ما تتكلم على بصمة الراجل لسه أنا بقاله كم يوم يوم إيه 48 ساعة فالنهاردة مباراة خارج تقييم طبعا خارج تقييم منها سواريش بس في ملحوظة النهاردة عجبتني وأجيبها لحضراتكم دلوقت محمد شريف ضيع فرصة هدف محقق في الشوت التاني تنرفس جدا وتعصب جدا محمد شريف وسيب عليه جدا إن الفرصة ضاعت والدايق قوي وتنرفس جدا وحس إنه ما كانش المفروضي ضيع أهي دي الفرصة تمام كان واقف بره مين بقى حسام حسن ونازل محمد شريف هتلاقي دلوقتي ما جاتش اللقطة عليه كان بياخد بعضه ويخرج وحسام حسن نازل الراجل بقى سواريش بره أهو أهو محمد شريف خارج وبيقول له انزل يلا رح سواريش والجهاز المعاون نده له محمد شريف كمل وهنأجل التغيير حتة معنوية رائعة وزكية الراجل متعصب جدا محمد شريف وخارج كان هيسجل هدف قبل ما يخرج قال له لأ خليك في الملعب شوية كمان أقعد لك خمس دقيقة كمان ارجع فيهم نفسيا لعله وعسى تنسى تنسى إنك زعلت تنسى إنك تضيقت حركة حلوة حركة حلوة من سواريش المدير الفني الجديد للنادي الأهلي حركة بتقول إن إحنا قدام مدرب هيعرف يتعامل معنويا مع اللعبين بشكل كويس وبشكل محترم أنا بحتربي المدرب اللي بيعرف يتعامل معنويا مابدايا هتقول لي تأكيد أحكمت عليه لا دي الحتة المعنوية دي بس يعني أنا ما حكمتش أكيد ما حكمتش عليه فنيا بس يبدو كده إنه عايز يكسب اللعبين بشكل كويس عايز أتعامل مع اللعبين بشكل كويس النهاردة مع الهدف الأول بيسلم على كل اللعبين بيسلم عليهم بيسلم عليهم واحد واحد وهو خارج من نوع بيسلم عليهم واحد واحد في حاجة كده تحسك أن الراجل دا زي البرتغاليين معظم البرتغاليين بيعرفوا يتعاملوا نفسيا مع اللعبين لطل النهاردة بتاعت محمد شريف لما ضيع الفرصة دي ضيع فرصة مهمة جدا والراجل متنرفز وعمال يضرب على الأرض ومتعصب جدا ومتنرفز جدا وخارج من الملعب من هناك من عند الجول وحسام حسن نازل مكانه الراجل سوارش في نفس اللحظة بيغير قراره مؤقتا بيغير القرار مؤقتا قعد يا محمد شريف في الملعب استنى يحسام حسن شوية محمد شريف بس يفوق يرجع تاني لموده بدلا ما يخرج زعلان بالفرصة دي خمس دا مش يعمله حاجة أو غالبا مش يعمله حاجة ومعاملوش حاجة بس يفرقوا مع نوان جدا تفاصيل ليه بحبها قوي في المدربين قوي قوي تفاصيل سوارة جدا ممكن حرارة كده تفرج على المبارة ما تاخدش بالك بس تفرق مع اللاعب مع نوان قوي اللي أنا كمدرب مش من دائق منك وخرجتك أو قدام الناس محمد شريف لو خرج رغم أن الراجل واخد قراره أصلا قبل الفرصة دي أنه هيطلع محمد شريف ونازل حسام حسن بس لو شريف خرج دلوقتي الناس هتقول إيه ده خرجوا عشان الفرصة لضاعد دي فقالوا لا خليك بقى في الملعب عشان ما يأثرش عليه مع نوان ويستفيد منه في الفترات اللي جاية محمد شريف نفسه بقى بقاله فترة بعيد شوية عن مستوى بعيد كتير مهاجم أساسي للنادي الأهلي مهاجم كبير كان هداف السنة اللي فاتت بعيد بعيد وغريب محمد شريف بصراحة تلاقيه بكرات صعبة جدا بيسجلها وكرات في منتهى السهولة بيضيع بعيد 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 شوية عن مستوى يبقى تاني المستوى ويبقى واحد من أهم المهاجمين في الكرة المصرية المهمة بالنسبة لنا أننا دلوقتي قدام مواجهة كبيرة تجمع الأهلي والزمالك في نهاية كأس مصر يوم 21 من الشهر أجاري شهر يوليو 21 يوليو يوم خميس هذه المباراة بين الأهلي والزمالك منافسة كبيرة جدا بين الأهلي والزمالك على لقب الدوري الممتاز هذه بطولة بين الأهلي والزمالك منافسة طبعا قائمة بين الأهلي والزمالك على كأس مصر بتاع الموسم الحالي مباراة في كأس السوبر المصري عن الموسم الماضي حسمت بين الأهلي والزمالك هتكون يوم 21 أكتوبر في الإمارات عشان الزمالك بطل الدوري والأهلي وصيف الكأس على الأقل يعني حتى لو الأهلي خسر كأس مصر هيلعب برضو السوبر المصري فده المواجهات الكبيرة بين الأهلي والزمالك الفترات الأوليلة اللي جاي هم نكلم بخصوص ثلاث شهور تقريبا هيبقى فيهم مواجهات نارية ومنافسة على كل البطلات بين الأهلي والزمالك مباراة نتمناها رائعة جدا مباراة بصبغة برتغالية مع بريرة ومع سوارس أو سوارش مدرب النادي الأهلي ده بالنسبة لمواجهة الأهلي وبتروجيت اليوم بس عايزة أقول حاجة كمان نهاردة كابتن هايسام شعبان حسيت أنه دي إمكانياتي أنا مش هقدر أعمل أكتر من كده وبصراحة هي أكيد إمكانيات بتروجيت أقل من إمكانيات النادي الأهلي ولعيب النادي الأهلي أكيد أكيد بس محسيتش بالمخاطرة أوي المخاطرة كلها كان 15-20 دقيقة ممكن ما تبقاش مشكلة الكابتن هايسام ممكن اللعيبة نفسها ما تقدرش تجاري النادي الأهلي فترة طويلة بس بتروجيت النهاردة لو هاجم النادي الأهلي أو استمر في مواجمة النادي الأهلي كان ممكن يدايق النادي الأهلي وده حصل في نهاية أوروبا ساعة الأخيرة من نهاية الشغط الأول فكرة الجرأة آه أنا فريق درجة تانية موجود في الدرجة التانية بس أقدر وعندي وبين للملعب أنه أنا أقدر هاجم النادي الأهلي وضيع فرص ووصل لضرب الجزاء جزئية كمان في حاجات كده ربانية من عند ربنا بتتحقق في حياتنا كده وتتلاقي علامات كده عمالة شابك محمد الشناوي حارس مرمى كبير رائع والحارس الأول في مصر الراجل اللي شال الأهلي كتير وشال منتخم مصر كتير تعرض لكثير من الانتقادات في الفترة الأخيرة ما بين هبوط في المستوى ما بين عدم تركيز كلام كتير يتقلع على محمد الشناوي وأنا قلت هنا ما ينفعش من خطأ تقتل على طول وتقول محمد الشناوي باش مركز وعايز يحترف لا يوضع الدكة شوية وحارس تاني اللي يلعب عشان مباراة واتنين ما ينفعش ما ينفعش خالص فشو في أخي ربنا يبقى فيه ضربة جزاء مجانية مجانية من محمد هاني النهاردة عشان يتصدى لضربة جزاء ويزبط المباراة كان ممكن تهرب من الأهل كان قال المتقدم موحى السفر بيترجال كان ممكن يتعادل وكانت الأمور ممكن تتأذن فمحمد الشناوي يشيل ضربة جزاء بشكل رائع جدا النهاردة مكافأة مكافأة دي اللقطة لقطة محمد الشناوي أمام حضراتكم تصدي رائع ومميز لعيب كبير لعيب محترم شخصية نظيفة لاعب بيركز دايما لاعب عائل دايما لاعب بيحب شغله جدا لاعب محترم جدا محمد الشناوي النهاردة ربنا بيكافأه بالتصدي لضربة الجزاء دي بسرعة بسرعة عشان الضغط اللي عليه ينزل ويهبط بسرعة سبحان الله عشان هو بيحب شغله عشان هو راجل عنده ضمير في شغله عشان هو حتى أخطاءه اللي فادت دي ما تقدرش تقول إنه هرعونة أو دلع أو خلاف لا سوء حظ سوء حظ تمام ده فيما يخص مباراة الأهلي وبتروجيت النهاردة كانت مباراة زي ما قلت حراتكم مباراة شبه محسوبة للنادي الأهلي من قبل حتى ما تتلعب والأهلي والزمالك في نهاية كأس مصر عن الموسم الماضي موسم 2020 2021 يوم 21 يوليو الجاري راجل النهاردة كارلس سوارش بعد المباراة كابتن سامي قمصان أكيد هيبارك له ويقول له مبروك وصلنا عفوا ريكاردو ريكاردو سوارش كابتن سامي قمصان هيقول له مبروك كسمنا النهاردة ووصلنا لنهاء كأس مصر فراجل هيرد عليه ويقول له الحمد لله إن احنا وصلنا لنهاء كأس مصر كابتن سامي قمصان هيقول له يلا نستعد بقى لمباراة دور الستاشر في كاس مصر وقدام مصر المقص تخيلين راجل عيهنج ازاي طبعا يا راجل ما يعرفش احنا بنعمل ايه في بعضينا كاسين ودوري بيقعد سنة هو مش فاهم اللي بيحصل لكله فانا النهاردة فرحان بقى كمدرب بوصل لنهاء كاس مصر نستعد بقى للنهاء حد يقول له انت عندك مطش في دور الستاشر في كاس مصر ومن ده كان ايه لا ده بتاع السنة اللي فاتت الناس اللي بتجيرنا غريبة دي كده مفهوط بقى بسرعة تطبع بطبيعنا ايه دعا كابتن سامي هيخدوا الخطة كده بس هلم الموضوع وهيتعايش معنا هو شكله راجل زكي وهي عرف يتعايش معنا بحاجاتنا كده فكنا ما كنت تقول لكم دايما احنا عندنا حاجات واستبعضينا كده مختلفة عن الكون بس بنعرف نتعامل بيننا نتعايش بيننا نتعايش مع الوضع الأسطورة محمد صلاح انبارح قرر انه خلاص كفايانة جدال كفايانة انباء كفايانة اشعات كفايانة توقعات محمد صلاح رسميا يجدد مع نادي ليفربول حتى الفين خمسة وعشرين خلصت الحكاية خلصت الحكاية الأسطورة مكملة محمد صلاح مكمل مع الليفر كلام كتير بقى انه كان هيسيب الفريق وانه هيعمل أزمة وانه ليفربول مش معداره لا ليفربول قداره تنتمية وخمسين الف سترليني في الأسبوع وده رقم مناسب جدا مناسب جدا بالنسبة للعبين الكبار في الدولة الإنجليزة طبعا في مانشستر سيتي في ربا ومية وانت طالع بس 350 بالنسبة للأرقام اللي بيدفع ليفربول ده رقم كويس بس أنا لفظ نظري حاجة تعرفك كيمة محمد صلاح انا فاهم ان انت عارف كيمة محمد صلاح بس حب نزودها شويتين تلاتة مبارح كام بوست بقى على الفيسبوك بعد أو قبل تجديد محمد صلاح وتجديد محمد صلاح كام تتكلم في كام بوست 18 بوست على الفيسبوك الصفحة الرسمية ليفربول سابت كل حاجة عن ليفربول و18 بوست عن محمد صلاح والتجديد ليفربول نفس الامر على تويتر طبعا حاجة فرعية بس اتفاهمك الكيمة الكبيرة ده احنا لما صدقنا وافق ده احنا فرحتنا وهنانا لما وافق تفرج على لعب ليفربول كلهم وما منزلين وهم فرحانين ومبسوطين تفرج على حرس ليفربول الاحتياطي أدريال لما بيقول طبعا ده خبر حزين لكل حراس الدوري الإنجليزي بس احنا كحراس مرمى في ليفربول مبسوطين ان محمد صلاح جدد ان محمد صلاح مكمل في البرامير الليج كل حراس المرمى بقى في الدول الإنجليزي يخافوا دلوقتي ويزعلوا محمد صلاح كيمة كبيرة أسطورة الأساطير محمد صلاح على فكرة قدامه أرقام قياسية كبيرة يكسر بيها كل أرقام أساطير ليفربول الكم سنة اللي جايين دول عنده أرقام قياسية كبيرة هيكسرها في الدول الإنجليزي بشكل عام انت بتتكلم انه بعد نهاية عقده مع ليفربول بنسبة كبيرة جدا هيبقى أسطورة النادي الأول بالأرقام هيبقى واحد من أهم أساطير الدول الإنجليزي على الإطلاق كل حاجة بتتحقق مع محمد صلاح في رأيه هو خد القرار الجريء القرار المحترم اعرضونا يا جماعة البوست اللي نزلت على الفيسبوك اعرضوها وانا بتتكلم عشان الكلام اللي انا بقوله ده هو ليه علاقة بالبوست اللي بتحط ده كتير ورا بعض نزله كتير قوي الكسة نفسها وبعدين في حاجة لطيفة أوي تقالت مبارح يعني الناس كان بتنزل كوميكس بيقولك ايه اشتغل وتعب واكتهد لحد ما نادي كبير زي ليفربول يروح يمدي معاك التجديد التعاقد وانت قاد على البحر وانت حافي من غير ما تبقى لابس حاجة في رجلك الصور اللي طلعت لمحمد صلاح انتو فهمين الكويمة شوف فرحة ليفربول ما قالوش بقى ايه ايه طعا جاستك وتعال النادي عشان هنجدد تعاقدك لا ده احنا هنبعتلك الراجل هنجدد لحد عندك اهو انت قاد على البحر وهنعمل لك هنجيب المصورين يعودوا يصوروك كم صورة وانت قاد على البحر وقعد انت كده استجم استجم براحتك واحنا وراك احنا لما صدقنا وفق احنا نادي ليفربول العريق العظيم الكبير واحد من اهم عندية العالم لما صدقنا يا محمد صلاح يا مصري انك وفقت انك تجدد لنا ده احنا نجيلك لحد عندك ده احنا نجيلك لحد عندك كل حاجة حلوة وبصراحة كده احنا بينام بتشجع ليفربول فمش عايزين محمد صلاح يروح نادي تالي عشان نضلتش اللفة على الاندية كلها كلنا بينام تشجع ليفربول خلاص اه طبعا في ناس بتشجع ليفربول من زمان من قبل محمد صلاح بس مصر كلها دلوقتي بتشجع ليفربول عشان محمد صلاح فده بقى نادينا ده بقى نادينا زيك بالزبط ففرحانين بتجديد تعاقدك مع النادي واقولوك حتة فنية الفترة اللي جاية هنت بتتكلم في محمد صلاح هيبدأ يكسر التلاتين بطبيعة الحال وارد ان المستوى ينزل او يحصل فيه تفاوتات من زي الفترات اللي الماضية وارد لو راح محمد صلاح في اي نادي كبير اخر محدش هيستحمله يعني في الوقت ده بقى اللي هو ممكن يحصل فيه وبطفل مستوى ده وارد جدا لأي لعب عظيم كبير في العالم لما بيكسر التلاتين محدش هيستحمله جماهير اي نادي كبير ممكن ما يستحملهوش ادارة ممكن ما يستحملهوش جاس فنية ممكن ما يستحملهوش لكن رصيد محمد صلاح العظيم مع الرد يخلي كل الناس اللي في الليفر يستحمله انزل شوية في المستوى ايه المشكلة احنا بظهرك ما انت يا ما كنت شاهلنا انزل يدعموه يسندوه محافظ على مكانه اساسي دايما المنافسة كانت بين محمد صلاح وستديو مانيه على مين نجم الفريق الاولو وان كان محمد صلاح طبعا بدرجتين ثلاثة كان متفوق بس الوقتي هو النجم الاوحد هو النجم الاوحد تماما النادي ده بتاعي الفرقة دي بتاعتي شايفين الجمال شايفين بيحتفوا بي ازاي شايفين شايفين العظمة شايفين الجمال حاجة في منتهى الروعة مبروك لمحمد صلاح تجديد التعاقد وتعالوا نروح لقصة نجاح محمد صراح مع ليفربول بدأت منين تعالوا نشوف واحدة واحدة تتكلم بقى في تفاصيل التفاصيل يلا بي يلا بي نريد لكم حالا دلوقتي كيف بدأت القصة العظيمة مسيرة نجاح كبيرة مع ليفربول محمد صلاح بدأت قصة نجاح محمد صلاح في ليفربول عندما انتقل الى قلعة الريدز يوليو 2017 قادما من روما الايطالي في صفقة بلغت 42 مليون يورو خلال مسيرة صلاح مع ليفربول التي امتدت لخمس سنوات شارك في 254 مباراة بمختلف البطولات التي لعب فيها الريدز تمكن صلاح من المساهمة في 219 هدف مع ليفربول حيسجل 156 هدف وصنع 63 اخرين ومباراة صلاح في الدولة الانجليزية وصلت الى 180 لقاء مسجلا فيهم 118 هدف صنع 50 اخرين على مدار خمس سنوات مع الريدز يعني تقريبا بيسجل او يصنع في كل المباراة ايه ده في دورة ابطال اوروبا لعب صلاح بقميس ليفربول 56 مباراة سجل فيهم 33 هدف وصنع 12 واصبح بذلك الهداف التاريخي للريدز في البطولة تشيلسي اكثر فريق لعب امامه صلاح في انجلترا بتسعتاشر مواجهة فاز في ساسعة وتعادل في فاربعة وخسر في ستة وسجل سبع اهداف في شباك البلوز وسجل او صنع هدفين منشستر ونايتد وغادفورد واستهام اكثر الاندية اللي تسجل فيها صلاح اهداف في انجلترا بتسع اهداف في شباك كل نادي تمكن الفرعون المصري من زرد شباك ارسنو وتوتري هام تمن مرات كما سجل في منشستر سيتي سبع مرات منشستر سيتي العظيم صلاح سجل فيه سبع مرات لما يتعرض صلاح للخسارة امام نيو كاسل وسجل في شباك وستة اهداف وامام بورنموس ايضا واحرز في ثمن اهداف فاز بجهازة لعب العام في جلترا موسم 2017 2018 كما فاز بلقب افضل لعب البريمير ليج من رابطة النقاد مرتين وتوجه بلقب افضل لعب من رابطة المحترفين مرتين لان هلا بيضع الارقام عظيمة تمكن صلاح من الفوز بلقب هداف الدول الانجليزي التلات مرات فاز مع ليبر بول بستة القاب هي الدول الانجليزي ودول عبطال اوروبا وكأس العام الاندية وكأس الاتحاد الانجليزي وكأس رابطة المحترفين وكأس الدرعة الخيرية وكأس السوبر الاوروبي ارقام بالجملة ارقام بالجملة انجازات عظيمة لمحمد صلاح كلها انجازات عظيمة ما كانش ينفع ييجي في خيالك انا بقولك هو اللي في سني او اللي قابلينا كمان ما كانش ينفع ييجي في خيالهم انه يبقى عندنا لاعب زي محمد صلاح في الخيال في الخيال احيان بتحلم بس تقول لا لا مستحيل مستحيل يبقى عندنا لاعب زي درجبة ولا سامو القتو ولا كانو ولا ادي بايور مستحيل مستحيل جي محمد صلاح وتفوق عالكل عالكل كبير الكرة الافريقية على مر التاريخ اهم لاعب مصري على مر التاريخ افضل لاعب في العالم اسطورة اسطير الليفربول كل حاجة عظيمة عظيمة تعالى نشوف بقى شوية حاجات عن محمد صلاح معلومات حلوة عن محمد صلاح بفرصة كلام عن بفرصة الكلام عن محمد صلاح وليده هو صلاح حامد محرز زاكي غالي كان لعبا بفريق مركز شباب نجريج منذ بداية الثمانينات وحتى منتصف التسانينات وكان يلعب في مركز المدافع الايمن والليبرو بدأ حياته القروية بمدرسة الكرة بمركز شباب نجريج في بداية التسانيات وارتدت تيشرت منتخب هولندا في أول تدريب له مع مدرسة الكرة وذلك حسب رواية محمد الغمري أول مدرب للعب في مدرسة مركز شباب نجريج استعانى به المدير الفني لمركز شباب نجريج وهو في سن الثانية عشر من أجل المشاركة مع الفريق الأول بالنادي في نهايات دورات مراجز الشباب خاصة في ظل الإمكانيات التي كان يتمتع بها اللعب منذ الصغر رفض نادي بلدية المحلة التعاقد مع محمد صلاح بسبب صغر حجم وانحفته ليبدأ حياته كروية بنادي اتحاد بسيون وقادته الصدفة للانتقال إلى نادي أثماثون طنطا مكولون طنطا بعدما حضر مدرب النادي لمتابعة أحد نشي اتحاد بسيون ويدعى شريف محمد اللي يبدي إعجاب وقدرات وإمكانيات صلاح ويطلب ضمه لنادي أثماثون طنطا كان طوله مترا و69 سنت ووزنه 68 كيلو جرام عند توقيع والأول عقد كرة قدم في حياته الذي وقعه في شهر إبريل عام 2005 لنادي أثماثون طنطا التابع لنادي المكون العرب بالقاهرة بكى لأول مرة وهو في الخمسة عشر من عمره بعدما أصيب في رغبته قبل إحدى المباريات المهمة لنشي المكونون والسبب كان رفض مدربه حمد نوح إشراكه في المباري ليأخذ اللاعب جانبا بجوار الرايا ركنية للملعب وبعدها قرر حمد نوح الدفع به في الشوت الثاني وتمكن صلاح من تحويل تأخر فريقه بهدف إلى الفوز بهدفين مقابل هدف أحرازهما بقدمه اليسرى بدأ حياته كمدافع أيسر وكان ترتيبه الثالث في ترتيب لعبي الجبهة اليسرى بفريق الشباب بعد السناء في ترتيب لعبي الجبهة اليسرى بفريق الشباب علي فتحي ومحمد أبو حطب ومن خلفه شريف علاء ومحمود يونس وكان سبب في تأخر مستوى مقاراة بزملائه هو الصفر يوميا من بسيون إلى الكاهرة مما يرهقه زهنايا وبدانيا وذلك على حسب رواية سعد الشيشيني مدرب فريق 16 سنة بي المقارن العرب سجل محمد صراح 35 هدفا بدوري شباب منطقة الكاهرة تحت 17 عاما بعدما قرر مدربه سعد الشيشيني تغيير مركزه من الجناح الأيسر للجناح الأيمن ليحتل اللاعب صدارة هدافي دوري الشباب ويتم بعدها تصعيده للفريق الأول بي المقارن العرب وتبدأ قصة النجاح رفضت تناول عشاء بعد مباراة مصر جنوب أفريقيا في بطولة أفريقيا للشباب بسبب إضاعته الكثير من الفرص السهل خلال المباراة ودخل في نوبة بكاء شديدة وقرر دياء السيدة المدير الفني وقتها تخصيص ساعة كاملة في اليوم الثاني للمباراة لتدريبه على إنهاء الهجمات أمام المرمى تلقى عرضا للسفر إلى ألمانيا العرض نفسه على عدم الأندية الألمانية وبالفعل وافق اللاعب ولكن رفض محمد عامر مدرب المقارن العرب في موسم لكن رفض محمد عامر مدرب المقارن العرب في موسم 2010 وقام نادي المقارن المقارن بتحرير عقد جديد له بقيمة 40 ألف جنيه لتعويده عن رفض سفره قضى معظم وقته في سويسرا منتنقلا بين مطعم علاء الدين وهو مطعم يقع في وسط مدينة بازل وهو مطعم حبيبي وهو مطعم يقع في منطقة بيجن بمدينة بازل أكلته المفضلة هي المقارنة الإطالية بسلسل تماطم وريزوتو وهويته المفضلة لعب بلاي ستيشن وكان يلعب بفريق ليفربول منذ أن بدأ لعب بلاي ستيشن ويعشق صيد السمك ويستغل العطلات الصيفية لممارسة تلك الهواية ساعم ستيفن الشعراوي اللاعب صاحب الأصول المصرية وزميل صلاح في رومان في تحسين اللغة الإطالية لها بعدما كان يخرج السنائي لتناول وجبات العشاء سوين بأحدى المطاعم المصرية بإيطاليا وكان يقضي معظم وقته في إيطاليا بمسجد التوبة وكان يتمتع بصداقة إمام المسجد وهيطع محمد أفيز حابنا بس ندي الحراكة من المعلومات دي بعضها معلومات ندرة عن محمد صلاح نعيش أكتر جوه محمد صلاح إزاي وصل محمد صلاح للمرحلة دي محمد صلاح مر بالصعوبات بالجملة بالجملة لما كان لها في المقرار العرب وكان اترفض في نادي الزمالك إنه يبقى موجود فيه نادي الزمالك بقرار فني وعلى فكرة رغم إنه الموضوع دو دايما بيبقى فيه وهزار بس الكثير من المدربين في العالم ضحوا بنجوم ورفضوا يضموا نجوموا بعكابة وأساطير وأسماء كبيرة جدا تتكلم في جوزي موريني وسب كيفين دي بروين تتكلم في جوزي موريني وسب محمد صلاح في نفس الوقت هو طلع أسماء كبيرة وعظيمة نفس المدرب فيه حاجات كده إيه ممكن القدر هو اللي بيتدخل فيها لو محمد صلاح كان لعم مثلا لنادي الزمالك وعلى النادي الأهلي ممكن ما كانوش سابوه يحترف ما كانوش يدره الفرصة فيه تفاصيل كتيرة ما كانش هنلاقي في الآخر أسطورة محمد صلاح دي أعمال القدر دي برانة لما راح تشلسي طبعا تفاكرين الصعوبات اللي وجهها لما رجع أو راح إيطاليا وبدأ يتوهج مع فلونتينا وبعدها تحدينا إيه سرومة وسبليت اللي غير تقريبا من شكل محمد صلاح وتفكيره وبنية الجثمانية وأداءه قدام المرمى تحديدا مرحلة إيه سرومة دي كانت مرحلة فريقا جدا قبل الانتقال إلى ليفر بول الإنجليز طيب معنا عبر الهادف الآن جارد نوس عبر سكايب عبر سكايب جارد نوس مدرب ليفر بول السابق يفندم سواح الخير مشرف ومنور على تلفزيون المصري برنامج رقم عشر مرحبا وأشكركم على استضافتي هذا مصدر سعادة لي خطوات كثيرة اتخذها ليفر بول حتى يصل لهذه النقطة وهي التجديد لمحمد صلاح رأيك إيه في هذه الخطوة بالنسبة لليفر بول وبالتأكيد لمحمد صلاح أنا سعيد جدا لهذا الأمر للتجديد لمحمد صلاح هو واحد من أفضل اللاعبين على مستوى العالم لذا أعتقد أن هذا التجديد أمر جيد جدا ويساعده على تحقيق المزيد من التقدم هل كنت توقع تجديد محمد صلاح ليفر بول ولا كنت توقع رحيله عن الفريق حسنا هناك عدة أسباب وكانت هناك العديد من المفاوضات وبالطبع هذا يحدث مع اللاعبين الذين تمتعون بمستوى مرتفع وهذا دائما ما يحدث كنت أتوقع وبالنسبة كبيرة أن يجدد محمد صلاح العقد لليفر بول في رأيك تجديد محمد صلاح في التوقيت الحالي سوى رحيل ساديو مانيه عن الفريق وأصبح من الفريق مصمم أو مصر على تجديد محمد صلاح خاصة بعد رحيل مانيه باير ميونيخ أستطيع أن أقول أن الفريق أن نادي ليفر بول مهتم جدا والأمر كان يتعلق بمحمد صلاح نفسه باعتباره واحدة من أفضل اللاعبين ودائما تكون هناك مفاوضات وتوقعات ويجب أن يكون هناك تركيز على ما يتطلبه اللاعب والفريق أيضا طيب على مستوى رحيل ساديو مانيه عن ليفر بول يتأثر فريق كثيرا هل يتأثر الفريق كثيرا برحيل مانيه هل يتأثر محمد صلاح شخصين في الملعب برحيل ساديو مانيه ولا شايف أن وجود دياز مع نونيس كمان الصفقة الجديدة قد يعود غياب ساديو مانيه دعني أقول لك أن ماني لاعب محترف جدا ويؤدي بشكل رائع في الملعب هذا أمر لا خلاف عليه وهو دائما متقدم ولداه رغبة ودفعية ويستطيع أن يحرز الأحداث وله على عديد من التكتيكات الرائعة فوز محمد صلاح تقريباً بكل ألقاب الفردية مع ليفربول والدول الإنجليزية هذا الموسم تعتقد أنه قد يمنحه فرصة للفوز بجهزة أفضل اللاعب في العالم ولا تتوقع أنه بعيد عن الفوز بهذه الجهزة لا هو ليس بعيداً عن هذا ولكن يستطيع أن يحقق هذا الأمر بسهولة أعتقد أن الأمر هو يحتاج أن هناك عديد من الأشياء البسيطة ويستطيع أن يحقق هذا الأمر بمنتهى السهولة هذا الأمر من الصعوبة أن تكون أفضل شخص على الإطلاق ولكن هذا ليس مجتحيلاً بالنسبة لمحمد صلاح جيرد نوز مدرب ليفربول السابق أنا بشكرك شكراً جزيلاً على هذه المداخلة محمد صلاح الآن مكمل مع ليفربول خلصت الحكاية خلصت الحكاية ألف مبروك للفرعون المصري بطلنا الأول أسطورتنا الأولى حاجة مفيش بعد كده عظمة كل حاجة حلوة يا أخي كل يوم مفرحنا كل يوم بسطنا بجول بهادق بأسست بلقب فردي بلقب جماعي بتجديد تعاقد أي حاجة أي حاجة معدي كده محمد صلاحي عدي قدامك بسطك وخليك فرحان وفخور وراسك دايماً في السماء تعال نروح لأخبارنا النهاردة والأهلي والأهلي النهاردة خلاص بيوصل لديل مع بدر بنون إنه يسيب ويروح قطر القطر الأهلي موافق بس اشترط على بدر بنون أو مش اشترط خلينا نقولها بصيغة هي الصيغة اللي بيتعامل بها الأهلي دلوقتي بيحاول يقول لبدر بنون إنه عايز تيب النادي الأهلي اتنازل عن مستحقاتك لنهاية الموسم يعني باقي مستحقاتك باقي مستحقاتك ودي حاجة بتحصل على فكرة وبصراحة بدر بنون الأهلي ماستفدش منه كتير الموسم ده فلو الخروج بشكل شيك برضى من بدر بنون ومن النادي الأهلي هتبقى حاجة محترمة جدا وزي ما قلت لكم العرض المقدم من قطر يعني وصل لرقم كبير جدا تقريبا يعني يوصل لتراتة مليون دولار وده رقم عظيم عظيم جدا والأهلي يقدر يستفيد خاصة النهاردة مثلا واحد زي محمد عبد المنعم حفظ مكان أساسي في تشكيلة النادي الأهلي وعوض بدر بنون بشكل كبير جدا صحيحة صاحب الفترة الأخيرة بس هو قوة كبيرة جدا أفضل مدافع في كأس النوم الأفريقية الأخيرة وبالتالي الأهلي عنده اللي يعوض عنده اللي يعوض طيب نكمل أخبرنا نروح ليه نادي الزمالك ونادي الزمالك بيخاطب الاتحاد السعودي عشان باقي مستحقات مصطفى فتحي مصطفى فتحي الزمالك ليه عند نادي التعاون 400 ألف دولار حتى هذه اللحظة التعاون ما سددوش الرقم ده ما سددوش لنادي الزمالك الرقم ده فالزمالك اللجأ للاتحاد السعودي شوفونا حل اللي وقع في الاتحاد السعودي بتسمح بدا إنه الاتحاد السعودي يلزم الأندية وإلا يوقف القد بتاع الأندية دي وبالمناسبة وبالمناسبة خلونا نمسك في الحتة دي عايزين حاجة شبه دي عندنا عشان فيه كتير ناس بتروح تقعد تشتكينا برا الاتحاد الدولي إحنا من نفسنا كده نخلص أمورنا دي ليه فلوس عندنا ياخد بتكلم عن كل الأندية والاتحادات وكل شيء ليه ليه فلوس ياخدها والتحاد يكون مزبط الأمور دي اقول لزمالك ببساطة ملاقش النادي بيستجيب نادي التعاون راح للاتحاد السعودي عشان يخلص له الأمور بتاعته طيب زي ما قلت لكم النهاردة الكابتن الكبير كابتن لسه كابتن هيسم شعبان مش معنا كان هيبقى معنا على الهاتف دلوقتي حان وبكي قالوا لي مش معنا بعد شوية نتكلم مع كابتن هيسم شاقه كابتن هيسم شعبان جنة مرة أخرى كابتن هيسم مساء الفل مشرف ومنور وهارض لك الخسارة النهاردة أمام النادي الألي مساء الشيادة كريم وكل صون طيب وانت طيب الأول اللي احنا مبسوطين نحن نرجع نشوفك تاني في المباراة غبت عن الأضواء شوية بس نحب دايما نشوفك واحد من المدربين المحتربين الكبار يعني حبيب يا كريم النهاردة بتروجيت كان عنده ردة فعل عظيمة جدا بعد هدف الأهل الأول ردة الفعل العظيمة دي ما كملتش يعني عادة 15-20 ديئة مع نهاية الشوت الأول والشوت التاني الأمور ما كملتش دي اليوكا ولا إمكانيات والألأ من النادي الأهلي لا والله كريم أنا أريد أقولك أننا نحن داخلين المباراة تعرف أننا أخر المباراة لنا كانت تبشي 3-6 صح والنهاردة 2-7 حين قعدنا شهر كامل بنحضر نفسنا المباراة دي تعرف أننا كنت استرنت في نهاية شهر 5 من النسؤولية في الجزء الأخير من 5 كان قبل آخر جولتين بحقيقين قبل نهاية الموسم بحوالي 10 أيام بتحديد بدتها جزل الأولاد من 3-6 اللي منذ 5 أيام وبعد ذلك رجعنا على معسكر مغلط من حضر نفسنا المغراطن من الأهلي يعني حاولنا نرفع المعدل اللي يقال بنامية خلال المرحلة من النسؤولية واشتغلنا على أمور الهتكيات الحقيقة أنا كنت أعتبر النفسي محظوظ لأن آخر جولة لها معناد السرماني كرباطرة كان معناد الأهلي المواجد من الأهلي اللي كنت متأدن فيها لغاية ديها 15-90 وتحسب على جرب الجزاء يعني ما لعيش أي أسمن صحة وانتهت الموارات في اليوم دوات واحد-واحد وإحنا كنا أفضل لكنا أقرب للمكسف بشكل كبير جدا وكاننا نيعاب الفرصة أكبر في الموارات استغلنا نفس الأسلوب ونفس التكتك بنفس نظام ودخلنا العيارة في الانضباط بتاع المنظومة والحمد لله الأولاد بصراحة نهاردة نحن بحيين ومشكرهم على الأداء الرجولي وروح العالية والأداء الجاية للتكتك والانضباط اللي أقدموه خلال الموارات اللي من خلال الاستثم اللي يتعامل النهاردة قدروا يعبروا عن قدراتهم وإنكاتهم مشاربين جدا وإحنا كنا عارفين أن المعدل الإقابلانية عندنا ممكن يقل في النص ساعة الأخيرة من الموارات وبرضو كنا متأكدين أنه يحصل الكلام وبرضو مع نادل أهل أننا عارفين أن أهل وبرضو صعبة خلال الفتر الفاتت وأديه هو منهك ومتعبان خلال الفتر الفاتت وإحنا عارفين أنه يحصل لهبوط دنيا في النص ساعة الأخيرة فإحنا كنا نعتمد بقدر إن كان نحن نوصل للنص ساعة الأخيرة ونتيجة تعادل الأعتبار أنه سيزيد حد التوتر عن دلعية من الأهل في النص ساعة الأخيرة وهتزيد عندنا الدواس وكنا ممكن نقدر في النظم ومشايفة أخذ المباراة ومغرض أن أنت بتأدي مباراة أو بتأدي تمثيل مشهر في خلاص نحن لم يكن هدفنا بالعكس هدفنا نحن نستغل النظام معين والتأكس معين على الطبرة أن نستخدم الظروف التي يمر منها للأهلي في ظل الظروف الصوابة التي نمر بيها نستطيع المباراة ولكن الحمد للله ببارك الناد الأهلي جماهير ومجلس إدارة ووجهاز ولعبين على نتريه المباراة والتأهولون النجائي كنا نتمنى نتأهل ولكن طبعا خبرة قدرات ولعبة الناد الأهلي يدروا يحسموا المباراة لصالحهم من خلال صغرة وحيدة حصلت في الشوت الأول وكمان جودة الشناوس يدروا تصدر ضرب الجزئة تأخر في الشوت الأول كانت ممكن تأخذ المباراة في مرحلة ثانية خالص فبشكر اللعبة وبهاني الناد الأهلي طيب ليه كان فيه اعتراضات الشوت الأول عند الدك عندكم عند دكة بدوجيت كان فيه اعتراضات كثيرة على حكم الكاميرا جابت الكلام ده كان إيه لأعتراضات الأعتراض كان عليها كانت أمور طبعية شوية كنا كنا سايفين نحن كان لنا ضرب الجزاء مستحقة لفلكس عندنا الشوت الأولاني قبل ضرب الجزاء التي حصلت لنا في نهاية الشوت كانت واضحة جدا بردو كانت مفترض أن تحتصل ضرب الجزاء ولكن حكم الحكم الساحة وهو حكم الضوار شافوا حاجة جدا وإحنا طبعا نحترام قارة الحكام عظيم جدا حس بيتروجيت السنة اللي جاي عفواً عنده تدعيمات كاملة لسه هتعمل تدعيمات جديدة حسن بيتروجيت يقدر يرجع الدوري الممتاز السنة الجاية بدأت أكيد شغل على هذا الأمر وبدأت تحط عينك أكيد على كثير من اللاعبين الحقيقة قبل ما أكلمك على الموسم الجاي أغريم عايزة أوضح لك برضو جزئية مهمة حسنا نهاردة نحن نهاردة خلنا المغراب بالسكواب بتاعنا كناش من اللاعبة وده كان ملفه مهم جدا 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 من ضمن الملفات اللي بتأثر على كرة المصورية والشايفية بشكل عميش جدا مسألة الوكلاء اللاعبين وجهلهم باللوايح وقوانينهم والأمور الاحترافية بشكل عام وفي نفس الوقت يستخدموا جهل اللاعبين وصغر سنهم وجهلهم بالأمور الاحتراف نهاردة لما يكون هناك لعيبة عادات عادات ينتهي مع النادي في نهاية المسلم وعندهم موتس كاس زي ما هو يتنين الأهل ساعة النهاردة وأحد الوكلة يستخدم اللاعبة ويقعادهم في البيت من شهر ونص واللعبة دي هتقعد في البيت لكمان شهر ونص بدون أي موراة رسمية على اعتبار أنه هو عايزه يخليه وقع في النادي تاني ونحن كنادي يترجدنا أنه هو الولد يوقع في أي حتة وما كانش عندنا أنه هو ما يكملش معنا ما كانش فيه أزمة خالص يعني لكن هو أنصر أساسي هو الوكيل لو بيفهم وبيدير مشروعه اللاعب بتاعه بشكل جيد ويفهم احتراف بالفعل مش مجرد أنه هو بيدور على العمولة في العيد وخلاص كان مفترض أنه لو عنده وعي ودراية كاملة كان سيب الولد يتمرى مشاكل كويس ما يدور ما يدور على عملته ويدور على شغله بس من غير ما يقصر من غير ما يقصر على اللاعب بتاعه كمان مانتكة بتقصر على مستبله وبشكل أفضل كمان نحوذة لو اللاعب بتاعه نحوذة لو اللاعب بتاعه نحوذي جاولة 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 الآن صح وقدر شئلة كويس لو هو النهاردة كان بيعمل له عقد مثلا ده مئة آل سينيه نهاردة عقد مئتين وثلثمية ورومية وخمسمية لو اللاعب بتاعه ومشروعه قد المباركة وإيسا لكن طبعا جاهله بالأمور وجاهله اللاعب بالأمور طبعا خلال اللاعب يقص في البيت بقاله شوهر ومصه لسه يقص كمان شوهر ومصه كمان هل تم مصلحة كورة مصرية؟ لا لا ولا مصلحة كورة مصرية ولا هو مصلحة اللاعب ولا هو حتى مصلحة الوكيل اللي مش فاهم شغله صحيح للأسف للأسف الملف مهم جدا 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 طبعا لازم نشوف نشوفه صح لازم نحط ايدينا على الملفات دي كلها عشان نشوف منتخب لنا جيد نشوف منتخب لنا احنا كلنا نفتخب بيه حقيقة احنا عندي لعيبة كويسا يعني احنا النهاردة برضو من الحاجات المهمة جدا نشوفه صحط من الجميع على اللعيبة الدولية واللعيبة كبيرة في اهل الزمنات او منهم بمروا بظروف صعبة جدا جدا وضغوط في المباريات غير الطبيعية وعلى المباريات غير طبيعي في أوقات زمنية زيئة جدا في الوقت اللي احنا قاعدين في دي لوقت من كان في الفيليفون واللعيبة الدولية بتاعيتنا بتلعب مباريات محلية النهاردة اللعيبة في أوروبا كلها بيهدوا أجازتهم وفي الآخر احنا باللوم لعبتنا اللي بقالهم ثلاث سنين ما بيرتحوش خمس دقائق صحيح عندك حق طيب بالمناسبة بالمناسبة كنت هايسم دي فرصة جدا ان انت معاه على الهاتف انا عارفك واقدرك كثيرا المدرب اللي بيشتغل بعلم مش مجارب بس مدرب جايد انت الراجل بتشتغل بعلم احنا فعلا عندنا مشكلة في الكواليتي ولا ما عندناش مشكلة وبصراحة شديد انا فاهم طبعا الموضوع بتاع الارهاق ده اكيد موجود بس احنا عندنا مشكلة فعلا في الكواليتي بتاع اللاعب ولا لا بص يا كريم احنا لو هنجي نبص على مشكلة الكواليتي هي جاية من القعلة يعني احنا في ملفات كتيرة جدا جدا يعني ايه النهاردة نادي بقطاع ناشئين او نادي في الدوري الممتاز او نادي عنده قطاع ناشئين يبيع فرقه من المستثمرين في قطاع ناشئين ده معناه ان اللعيب النهاردة اللي بتلعب في قطاعات ناشئين اغلبهم غير ما هوبين هم القادرين على ان هم يتسعوا تمن قدهم عشان يشارك في دوري لمجرد ان هو عند القدرة المادية مش عند القدرة الموهبة صح فطبعا فالنهاردة اللي بيشارك في القطاعات ناشئين اصبح دلوقتي غير موهوبين واللي موهوبين مش موهوبين على الساحة من تحت من القاعدة من تحت فطبعا بتقل الظهور وان ان انت يبانى عندك الموهوب الموهوب بتقل من هنا تعالى بص على الوكلة واستخدامهم لللعيبة بالشكل اللي بيضار بكورة مصفية بشكل عشوائي بشكل غير طبيعي بسبب ايه بسبب وكيل بيضحك على اللعيب وكيل يروح يستخدم مجلس الدوارة عشان يغير جهاز وغير اللعيبة وغير مش عارس ايه لمجرد ان مجلس الدوارة ما عندوش دراية كاملة بملف الكورة ويموهم بحاجات غير منطقية وغير وقعية عشان يحققوا هدفهم هما المادية ملف تاني خاص به نظام الدوري يعني النهاردة برضو كان ممكن ألاعب ناشئ ولا اثنين ناشئين ولا اثنين ناشئين معايا في مصر زي لا أقدر أقدم الكورة المصرية ناشئ موهوب في المواراة زي دي لكن إيه اللي حال الكلام ده بدون ان هم يلعبوا وشاركوا في المواراة زي دي بمد موجود في اللايحة بيقول ان اللعيب لازم يتحول صفته من هاو المحترف بس توقيته مش مناسب الموسيقى انتهت فالبند اللي في اللايحة بيقول ان هو ما ينفعش الشارك لان الموسيقى بتاعته انتهت تم هو البند رميل حطه وتحطت ازاي نهاردة كان عندي فرصة ألاعب نهاردة ولد مواريد 2004 لعيب مميز جدا جدا زي ما قبل كده كتير لعيب مميزة من قطاعات الناشئين كنت أقدر نهاردة أقدم لعيب مميز جدا جدا ولد باسم محمد فرج مواريد 2004 كانت مصر نهاردة هتكسب لعيب حتى لو هلاقي بنصف ساعة فماتش زي ده هتكسب لعيب ده أنا نفسي ده أنا نفسي أشوف في الكرة المصرية أي فريب يلاعب لعيب عنده 17 أو 18 سنة كده ده أنا نفسي ده احنا عنددها لعيب كابتن هيسم يبقى عنده 23 سنة وبنقول عليه اللعب الصعد 23 سنة ربما ليك أنا نهاردة لما قدمت لكرة المصرية مصطفى ميسي سبس عبد ميسي في سنة كيلو باطرام واريد 2001 وغيره جبال السعيد وحسن محمد وخلافه في ناجس سنة كيلو باطرام كان عندي فرصة أقدمهم ودلوقتي كان عندي فرصة ذهبية أقدم كمان أنصر جديد جدا ولقيمه مواف جدا بس للأسف بند في الليحة حال دون أن الولد يشارك يعني احنا عندهم لفكشة جدا كابتن هيسم ده عايزة قاعدة كبيرة ولقاء كبير بقى لو تسمح في وقت لما وزروفك تسمح يعني وارد لك النهاردة عملتوا مباراة محترمة جدا تحديد في الشهد الأولى كابتن هيسم دايما مدرب كبير ومدرب محترم أنا بشكرك شكرا جزيلا المدير الفني لفريق بتوجد كابتن هيسم شعبين طيب تعال نروح نشوف تأرير عن مؤتمر اللجنة البرالنبية المصرية اللي حضر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي للإعلان عن خطة أعداد المنتخبات الوطنية في الألعاب البرالنبية لدورة الألعاب ببريس 2024 وبعدها نستضيف كابتننا الكبير كابتن بدر رجب نجمي النادي الأهلي ومنتخب مصر الأصبق خليكم معنا في الحقيقة يعني لما يكون في رؤية إن إحنا عايزين 2024 وده الهدف بقى أصبح بنسميه كده إيه short term دلوقتي مش mid term لإن خلاص 2024 حتى في العمل الأولمبي يعني اللجنة الأولمبية المصرية كلامي إن خلاص بكرة 20-24 ده إحنا 20-28 و20-32 لازم نشوف تخططنا إيه ومنتجنا هو أولاد مصر وهو أبطال مصر في كل المجالات ومنتجنا هو إن مصر بتنافس ولازم تنافس نفس في كل مجال القطاع الرياضي والشبابي زي كل قطاعات الدولة المصرية اللي بتنمو وتتحد خططنا عندنا بطولات أول بطولة عالم هتكون في شهر 11 القادم وبعدين المنتخبات المصرية كلها معسكرة في المركز الأولمبي وبدعم أوامر شخصية من معالي الوزير بدعم كافة الفرق البارا الامبية وإن شاء الله هيكون عندنا بطولة أفريقية في شهر 10 لرفع الأسقال وأيضا هيكون موجود بطولة أول بطولة عالم للهند بول على الكراسي المتحركة في شهر 9 القادم دي البطولات خلال هذا العام وإن شاء الله الفترة الجاية أو العام القادم كله هيبقى استعدادات وسافريات ومؤهلة لباريس 20-24 إحنا اللجنة اللي تم انتخابها في فبراير في الأربع شهور اللي فاتوا دولة الحمد لله يمكن اتعرض النشاط اللجنة في الفترة القسيرة دي عندنا خطة بنشتغل عليها عشان يعني يمكن أنا أمل يمشي 20-24 أنا بسع لـ 20-28 إن بدل السنة اللي فاتت أو المرة الألعاب اللي فاتت توكيو لما مصر جابت ست ميديليات أتمنى إن في 20-24 نجيب 12 أتمنى بقى لما نوصل 28 نبقى بنجيب 24 و 30 و 40 وبدل ما يبقى عندك 10 أبطال بتشتغل معاهم أنت عندك 100 بطل وغير توسيع قاعدة الممارسة يعني في عن حق مصر كلها إحنا آخر بطولة فوزنا فيها كانت في جورجيا شهر 11-22 والحمد لله حصلت فيها على المديلية البروزية ودي كانت أول محطات التأهيل لباريس وإن شاء الله إحنا بنستعد البطولة أفريكيا في أكتوبر هنا في مصر ودي تاني محطات التأهيل لباريس وطبعا بنتمرأ في المركز الأوليمبي تحت شراف كابتن ماهر عزت وإن شاء الله بإذن الله نعمل حاجة كويسة بفترة جاية الحمد لله لسا راجعين من بطولة العالم في مديرة كانت من 8 من 8 18 يونيو الحمد لله كان معي خمس سباحين عندي آية جابت مديلية برونزية ملك عملت مركز رابع يوسف من أبطال بطولة عمل مركز ثامن عندي زيادة هشام جاب مركز ثامن الحمد لله طبعا كان بطولة قوية جدا وكان فترة الإعداد لها فترة قصيرة إن شاء الله بنأمل في اللي جاي وبوعد من دكتور حسام الدين المصافر رئيس الليجنة برالنبية وزير الشياب الرياضة وعدونا إن شاء الله إن هم يوفروننا كل الدعم الفترة اللي جاية عشان نقدر نجيب مدارية في باريس 24 إن شاء الله بجهز لباريس إن شاء الله بإذن الله عندنا جدوة البطولات المفتوض بنشارك فيه وكل ما بنشارك أكتر كل ما فرجتنا للسفر لباريس بتكتر وبنجمع نقاطه وبنحق رقم التعيير في البطولات إن شاء الله فربنا يسهل وطبعا بتمرن كل يوم وكل ما الأولمبيكس بتقرب كل ما التمارين بتتكسف أكتر وكل ما بجهز أكتر إن شاء الله بشكر وزارة شاب ورياضة واللجنة برالنبية المصرية لدعمها للسباحة البرالنبية في مصر وبشكرهم جدا على دعمهم ليا في السفرية الأخيرة أنا لسه رجع ممطول العالم بمدارة في البرتغال والحمد لله حقات برونزية الميت متر صد بدر رجب مكتشف النجوم يعد بدر رجب أحد نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر في فترة الثمانينيات والتسعينيات وهو من أبرز وأهم مكتشفي المواهب في الكرة المصرية والقلعة الحمراء حيث إنه أشرف على تدريب العديد من نجوم الصف الأول في فريق الأهلي والمنتخب خلال الفترة الأخيرة بدر رجب الذي يعتبر الأبى الروحي لغالبية ناشئي الأهلي في السنوات الأخيرة خرج من تحت يديه اللاعبون أمثال رمضان صبحي ومحمود حسن تريزيجي وعفروتو وعمر جمال ومحمود عبد المنعم كهربا وغيرهم من الأسماء التي لمعت في سماء الكرة المصرية بدر رجب معنا في رقم عشرة للحديث عن كواليس اكتشافه لنجوم الكرة المصرية ورأيه في مدرب الأهلي الجديد ريكاردو سوارش بالإضافة إلى توقعاته لمدرب منتخب مصر القادم والحديث معه حول ذكرياته في الملاعب والسر وراء استبعاده من قائمة المنتخب قبل منديال 90 يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى بصوا حط بقى كسة أنه كان نجم أهلي عظيم منتخب مصر لعب رائع حط دي على جنب عشان أنت ممكن ما تكونش شفته بعنيك في الملعب أتكلم على الأجيال الجديدة لكن هو كان اسم كبير ولعب عظيم ومهم جدا بس أنت لما تتكلم بقى على مستوى قطاعات الناشئين في مصر على مدار التاريخ أمش بكلمك على العصر الأخير ده أم أكلمك على مدار التاريخ لما تيجد قايم الناس اللي اشتغلوا في قطاعات الناشئين بنجاح وطلعوا فعلا مواهب للكرة المصرية بشكل عام قبل ما يكون للنادي الأهلي فأنت هتلاقي في الصدارة دائما الكابتن الكبير كابتن بدر راجب ضيفي في هذه الفقرة يا كابتن بدر مشرف ومنور خطوة عزيزة سعيد جدا بك كريم ومشكرك المقدمة لنا ما استحقهاش ده ده يقل من حقك بكتير ربنا يخليك تعرف يا كابتن بدر كان معنا من يومين ميشيل سابلون ده راجل المهندس بتاعة تطوير الكرة البلجيكية ده واحد من أهم الأسماء في كرة القدم يعني والراجل لما كان بيتكلم على قطاعات الناشئين وإزاي تطور كرة بلد تمسك من تحت تمسك من قطاعات الناشئين مش تجين مدرب للمنتخب ولا خلافه تمسك قطاعات الناشئين فأنت أكيد اشتغلت في الأمور ديت وأنا حتى ساعتها قلت إحنا عندنا نموذك زي مشيل سابلون هو كابتن بدر راجب قبل حتى والله ما تكون حرارك ديفي أو نفكر أو ندع حرارك تكون ديفي في هذه الحلقة نعمل كده إزاي في مصر يبقى عندنا إزاي كطاعات ناشئين عظيمة إحنا عندنا أصلاً كطاعات ناشئين مميزة ولا ما عندناش إحنا عندنا ناشئين داخل في الجد أعطاش الموضوع ما أرهقني يعني لا إحنا عندنا ناشئين لكن ما عندناش كطاعات ناشئين كويسة إدارات إدارة للناشئين إدارة للقطاع الناشئين إزاي تدير منظومة نكحة من كل المقاييس والمعايير من حيث الانتقاء من حيث التدريب الفلسفة الاستراتيجية البرنامج السنة واللي هتشتغلوا مع الولاد كيفية الانتقاء ومعيير الانتقاء عند المدرب قبل اللاعب فقط الشيء لا يعطيه عندنا مشكلة كبيرة جدا ان انت بتشتغل في حاجة انت ما بتحبهاش وهي بالنسبة لك محطة عشان توصل لفريق كبير فبالتالي انت ما بتنتقش مية في المية انا رس محطة كده في الكطاع علشان امشي هناك في اوروبا اللي حضرتك بتتكلم عليه الراجل اللي عمل مش انتخب بلجيكا اهتم جدا بالقعدة وجاب مدربين بتحب التخصص في اوروبا في تخصص حتى انا عندي انا سلب يعني نجاحي والفترة الكبيرة اللي انا قضيتها في الكطاع الناشئين انا بدايتي كان الدرجة اولى مع الكابتو الربيعيسين في المعادن وكده بس مرتحتش لاني ما حستش بكياني ان انا بعمل حاجة اللي تعلمته وانا ببطل الكورة خلاص ببا بشتغله مع الولاد الكبار طول مفيش انتاج مية في المية صحيح لان انت جاي على حاجة موجودة مش حاجة انت بتعملها بنفسك ايو اللو من الاخر كده بالبلدي اللاعب ده طلع من تحتهيد زي ما كان في التقارير كده اللاعب ده طلع من تحتهيد جاب تنبدل رجب اه لك انا في لعيبة دي مش محسوباني انا عشتغل معاهم ادربهم بس مش محسوباني حتى اما جيت اشتغل في النادي الالي انا كنت جاي عشان اشتغل في فريق كبير اه فرقة كبيرة يعني العشرين سنة او الدرجة الاولى مساعدة في الدرجة الاولى اه اخترت اشتغل في مدرسة الكورة هايل انا كانش يعني طوعية طوعية مني لان انا شفت اللي كان شغال النادي الاهلي جاب كبير عالمي هولندي ودي تجربة فريدة من نحة في مصر مستر كورفر الهولندي وده طبعا اه يعني من من عظماء المدربين في العالم في تكوين قطاع الناشئين يعني ايه تعمل ناشئ من برعم لناشئ اللي فريق اول فانا خدت منه الكصة دي وحبيت الكصة دي من خلاله وبعد ما مش انا بقيت متخصص ازاي وكده طيب في قطاع الناشئين انا عايز تقالك سؤال انا اخو النهاردة كلامنا هيبقى فيه تفاصيل اوش انا عارف ان ممكن ما يكونش شابه حوارات كتيرة لحضرتك لا مفيش بس بس انا عايز افاهم الناس واعرفهم ازاي مدربين مدارس الكورة او الناشئين بيشتغلوا ازاي الراجل ده انا مكن معايا قال لي انه هو لما جيه قرر انه الفرق الناشئين او الاطفال الصغيرة يلعبوا خمسة ضد خمسة تمانية ضد تمانية حداشر ضد حداشر عشان لما لقى انه حداشر ضد حداشر في المرحلة الصغيرة دي ما لقاش اللعبة بتلمس الكورة كتير او ما يعلمهمش المهارات الفردية قال لي انه بيشتغل على لعب لعب يعني كل لعب بيشتغل معاه فنيا نفسيا مع نوان فيه تفاصيل كثيرة جدا عشان في الاخر يعمل جيل محترم هل ده موجود عندنا هل ده موجود في كل الفرق ولا موجود مثلا في فرقة ولا فرقتين حراك بتشتغل معاهم لا بالنسبة لنا كان موجود في النادي الاخر كان موجود في النادي الاخر لان انا تعلمت وكتر اه تعلمت اللاعب جانب طربوي جانب نفسي جانب فني جانب تكتيكي طبعا وده اخر حاجة وفيه طبعا في وسطهم الجانب البدني صحيح وده الهرم بتاع تكوين اللاعب للاسف الشديد في القطاعات الناشئين وده لسه كرة بيشتغلوا التكتيك قبل التكنيك وبيشتغلوا التكنيك كده بالصدفة لانه زي ما قلت لك فيه معايير حتى في التدريب ازاي تمرن برعم وازاي تمرن ناشئ يعني انا قلت بكلمة دلوقتي بيقولك ازاي تمرن برعم البرعم ده ما بتمرنش ده بيتعلم كرة ايه واناك فرق من التعليم والتدريب زي هناك فرق اما بتكبر هناك فرق من التمرين والتدريب صحيح هناك فرق جبير جدا بين الاتنين طبعا احنا عندنا في مصر خلطة بيطة ايه ما بنفصلش للأسف شديد يعني تمرن زي يتعلم زي يتدرب كله بيتساوا في الاسف طبعا يعني ايه التكنيك والتكنيك عشان برضو انا ممكن اكون فاهم حراك بس السادة مشاهدين يفهمه بس احنا بناخد للأسف شديد ده ما بنتعلم في الدرسات بناخد الحاجة كوبي لكن مع الخبرات العملية بجانب الخبرات العلمية اللي انت اتسبتها من الدكتور اللي بدرسلك او من الشهادة اللي حصلت عليها خبراتك بالعملية بتيجي من تجارب الفشل والنجاح لان التعليم شيء ان انت درست وتيجي تطبق بتبقى صعبة شوي خد بالك يعني الدراسة سهلة ان الكلام سهل صحيح على ارض الواقع التنفيذ الحيص صحبي جدا 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 فبتنجح ازاي انت او بتتعلم ازاي من تجارب الفشل والنجاح ودي المفروض ما تبقاش موجودة في كل المدربين ليه لان تجارب الفشل في السن الصغير دي كارثة من كوارث كرة القضاء انك تفشل مع ناشئ مش عارف تمرنه او برعن فطلعت لاعب للفريق الاول بدون اساسيات بدون فنيات بدون تكنيك مصرفت تعليق معاك وما فات شكارية او كرة فال منتخب بلدك طبعا التكنيك حضرتك في الدراسات اداء المهارة بسهولة ويسر ده بالنسبة للدراسة ده النظر بالنسبة لبد الرجب او الناس اللي هي في الملعب التكنيك هو الوضع التشريحي لللاعب اثناء تأديل المهارة بص المستمى اختلف ازاي طبعا بس انا لو جابت كده اللي انا متواجد حسقط فانا مضطرة اجاود التكنيك اداء المهارة بسهولة ويسر وانت خدت بالك من اتنين وده النظري العملي ممكن يكون ترجمة للكلام النظري اه لكن انا لما جبت العملي وجيت قلت التكنيك ده ستايل اللعب وهو بيقدي المهارة بيقدي مهارة باص وهو بيعدي واحد على واحد الستايل بتاعه شكله هو بيعدي بعيد بقى عن تعريف المهارة بعيد عن تعريف المهارة لان حتى المهارة لقى تعريف حتى المهارة لقى تعريف احنا مدخلين بقى بص التكنيك في المهارة لا التكنيك مش مهارة المهارة هي القدرة المكتسبة التي يكتسبها اللاعب من المدرب طب يجيلك لعب من الشارح مش متأسس انا بديله اي انواع او اساسيات كرة القدم المهارة دي اكتسبها مني ولا هو جاي بيها جاي بيها بدمة وهوب مجيش جنبه حافظه على اللي هو فيه بس لكن الاغلبية بقى هو جاي يتعلم منك صح سواء يتعلم تدريد او تمرين فانت بتديله مهارة بيكتسبها منك اصبحت المهارة هي القدرة المكتسبة التي تكتسبها اللاعب من ايه من خلال المدرب بتعمل ايه المهارة دي بتحدث الفارق انه انا مروح لك واحد على واحد عدي منك صح وفي اقل زمن وفي اقل مساحة اكلفتك وعدي تسمع مزعينة يقولك ايه كلفتها في سنتي وعدي طب جابها من ايه تدريب ما عندناش ميسي ما عندناش مرادونة صح لكن عندنا لعيبة تقدر تعلم لكن عندنا مواهب عشان ما بقاش انا الموضوع مضلم بالنسبة لنا فين بقى فين يا كتب بص حضرتك يعني دايما فأنا هقولك بس الجمل الشهير احنا عندنا لعبين ما عندهمش أسيات الكورة ايو دي جمل تسمع كتير احنا ما بقاش عندنا اللعيبة الحريفة بتاع الزمان ايو كل دا مش موجود فعلا دلوقتي هو مش كلامه خلاص هو موجود في التنقيب الاول في الاختيار بتاع المدرب ثم اتنين التعليم ثم ثلاثة التدريب انت ما بتجيب ولد وعنده ست سنين او سبع سنين او ثمان سنين ويفضل معاك لغاية 14 سنة بيتعلم كورة بيتعلم كورة يحسب كده كم سنة هو معك عشان كده مدربين البراعم والناشئين بيبقى الولد صغير اما بيطلع حتى فريق اول يقول لك ايه الكابتن فلان دا اكتر واحد قصر فيها لانه قاعد معا خمس ست سنين اما بيطلع الكطاع الناشئين بيشتغل معايا مدرب كبيره سنتين ما بيلحقش يعني يبهت عليه قوي بيطلع في الدرجة الاولى انت عايز لعيب متكامل صح مش لسه هعلمه صح وهو اي واحد بيجيبه اجنبي بيشتغل علي عنا واحد تكتكي بس خلاص صح طبيعي وتصور انت عندك تكنيك وعندك عامل بدني بعد مرحلة البلوغ بتشتغل صح التحملات والحاجات دي تحملات التحمل الهوائي واللهوائي والسرعات والقوة وتحمل القوة والحاجات دي مفروض انت طالع بيها فبيفجأ ان الولد دا ما عافش باصي هيرجع بقى لسه للتكنيك تاني عشان يعلم ولد ازاي باصي فدي المشكلة اللي بتقابل المداري سؤال سؤال اعتراضي دلوقتي في محاضرة حاجة اكاديمية دا مش معناه ان انت وانت كلاعب كنت فاهم كل الكلام دا دا معناه ان انت درست وحضرت دورات تدريبية وخدت رخص وامور كثيرة ليه عندنا بقى في مصر هنا معظم قطاعات الناشئين يبقى فيه لعب نجمي لسه معتزل يقولك هنودي مدرسة الكورة هنودي قطاع الناشئين با دي برضو نقطة كابتن بدر بس يا كريم انت بتجيب حاجات البهاريس بتاع الموضوع ايوما انا كل يوم بطلع في الحالة اقولك طاعات الناشئين وبيعا نقولك كلام في العايم نفهم اللي بيحصل انا اقول لحضرت الحاجة هو اللعيم اللي مبطل دا نجم ولا مش نجم نجم طبعا كيفية التعاون مع البرعم او الناشئ ان انا نزله مش موجود عند النجم دا لانه هو عايز اتعامل عليهم نجم لسه نجم مشهور ولسه الناس اتعامله انا فلان لا انت في البراعم والناشئين انت مش فلان انت بتنزل عقلية الطفل دا لازم تنزله مصبوط لمستوى تفكيره دا نمرواحد نمرواحد مكرر انت لسه مبطل كوريا دب دا لست خد في لخصة او كده وعايز تنزل تشتغل في ناس اصلا عايزة تتعلم كورا وانت اصلا عايزة تتعلم تدريب مصبوط حنتقابل في نقطة ازاي صحيح حنتقابل ازاي فهمني انت كنت لعيب كبير بس مش مدرب كبير لسه لا انت لسه انت لسه تبدأ انت كنه الشديد بالنسبة لك في علم وفي خبرات وفي ناس سابقينك للأسف الشديد ما إنك إنت نجم فما تنزل مع واحد أقل منك في النجومية وأكثر منك خبرة ما بتاخدش منه لأن إحنا كمصريين عندنا الأنا كسة أنا عارف كل حاجة لا أنت مش عارف حاجة أنا بدل راجعه بالغاية دلوقتي أنا لسه بتعلم طبعا مش عيب يا لسه بتعلم لسه بامشي بالألم والنصاص والورقة عشان لما يجيلي فكرة ما نامشي قبل ما أعملها وأقوم تاني وأكملها لو جالي تدريبة بتخيل كده جيم وكرة بتتعمل فعمل عليها تدريب وأقول يناسب هذه المرحلة السنية يناسب الدرجة الأولى لا يناسب كتاء الناشئين لا ده يناسب البراعم فأنت شغلك كله الشاغل أنت بتشتغل في حاجة بتحبها فلازم تخلص لها سوشكلتنا الأزالية أن أنت بتدور عن النجومية والفلوس قبل لما تحب اللعبة وتخلص لها ده اللي راح يعني ده النجم اللي راح يدرر في مدرسة الناشئين والبراعم أنا بقى عندي مشكلة أكبر مع الإدارات أن أنت أصلا ليه تاخد واحد نجم أنت بتكرمه وتقوله خد جيلي الجيل بتاعنا دي بتاعي أو جيل بتاع مصر ده عشان تكرم لاعب اسم لاعب تقوله خد فرقة مش عارف سنة كام فرقة مش عارف سنة كام وفي الآخر كلنا بنخسر مصر اللي بتخسر بالضبط كده؟ مصر مش الأندية صحيح؟ الأندية بتشتري مش مشكلة كطاع الناشئين أحد أسباب هدم كطاعات الناشئين في مصر شرها اللاعبين وتشوف بقى المشاكل وعدم الإخلاص وترجع لازم تنتمل للفلنة ولازم تنتمل للنادي الكلام ده موجود في ولادك بس مش في ابن عمك موجود في ابنك اللي انت ربيته صحيح في بيتك صحيح فده اللي هيعرف يعني إيه فلنة ويعرف يعني إنت ماء صح لكن ابن عمك ده جاي ضيف جاي ضيف طيب مش من في مدرسة الكورة ده الحد ما يروح للمراحل العمرية المختلفة النادي بيصرف كتير قوي عشان اللاعب ده تشتغل طبعا مش دي كلها فلوس بتبقى مهضرة بكل المقاييس أقل من انت تشتري لعب وكتير في مصر في النادي الأهل اه قول زي مينة عشان الناس تفتكر يعني انت ترزي جدا ورمضان صبحي وإحمد حسن كوكا وانا بقولك المحترفين يعني يولادي صحيح وكريم حافظ وكريم حافظ وربيع وكهربا مش عايزة نسى حد يعني حوالي 12-13 العيب أحمد عشان ريان أحمد حمدي الناس دخلت فلوس ولا بخلتش دخلت طبعا طبعا احنا سرطنا علاقت ايه مش معنى كده ان انت مصرفش لقى صرفت ووفت جنبي وكل حاجة لكن احنا لو عملنا كده وبقى عندنا تالح حاجات بنشتغل عليها لاعب للفريق الاول في النادي الاهلي مثلا لاعب للإعارة وبعد كده يرجع النادي الاهلي لاعب لأوروبا عشان يدخل فلوس ورجعلي تاني صحيح لازم تشغال يبقى عندك بلان صحيح ويبقى عندك خطة تشتغل عليها والسراجية انت ماشي بيها صحيح اللي كنا شغالين فيها مع الخواجه بقى عندنا لعيبة قعروها كتير جدا وبعد كده حتى في لعبة مشت كده ببناش ورجعنا اشتريناها لعيبة قعرناها للأندية ورجعت لنا لعيبة بقت في فريق الاول لعيبة بقت في أوروبا فده ده كتاع النشئين كتاع النشئين مش ان انا اخد كالصفيح او مديليا صفرة دهب وبتيض بعد يومين مش عايز بتقول مش عايز انا دي لكن في نفس الوقت عشان انا حمست المصر بعد كده ما بقاش عندي لعيب انهزامي صحيح فاجأ انا اقول لي زي الاجانب ما تكلمنيش على نتائج لا ما هو انت حضرلك لو بشتغل كويس والبلان في توازن بين الاتنين بين ان انت بتعمل لاعب وتاخد بطولة فانت هتعمل حاجتين ماشيين في خط واحد مصبوح حعمل لاعب حعمل لاعب وحعمل بطولة صحيح ما انا شغال كويس صحيح يبقى عندي لعيبة كويسة وعندي بطولات كويسة صحيح لكن لو انا عندي لعب كويس ما بياخدش بطولة يبقى انا اتطلعت لاعب ليزي خير عنده تحمل مسؤولية ومكترهم في مصر دلوقت للأسف شديد لعيبة كويسة لكن ما ترباش على بطولة يعني ايه اوصل منتخب مصر نهائي ما اخدش بطولة صحيح الفريق التين احسن منك فيه بالعكس مش احسن منك كل حاجة مصبوح لابس انت ما تربتش انك تفرق من لاعب تصنعه عشان يمس المصر ويمس الناديك ويبقى لعيب كويس قوي وفي نفس الوقت يجيب لك بطولة صحيح يجيب لك بطولة الناديك ديك هتموجودة لكن عندنا الاتنين فضل الله تعالى صحيح كبيرة بقى كبيرة نجيلك عالك كبيرة بقى هلأتي الحمد لله يعني فترة اختبارات الاندية اختبارات الاندية اخبارها ايه في مصر اختبارات الاندية اللي الناس كلها بتسرخ فيها انا اعتقد انه 90% من الاولياء الامور اللي في مصر بيوحوا اولادهم اختبارات الاندية بيسرخوا وتقريباً عندهم نفس الشكاوى بس يا كريم هقول لك كلام ما تقالكش قبل كده عرجوك هقول لك كلام ما تقالكش قبل كده نمرة واحد طول ما انت بتعمل الاختبارات بالفلوس مش هجيلك لعيبة حلو عظيمة دي بسم الله الرحمن الرحيم كده ليه بقى هقول لك كل حاجة لها مبرر ليه كل اندية اللي اختبارات بالفلوس كل اندية المستثناء ليه لانك انت لعيب الكورة اللي بيحب الكورة وعايزي بقى لعيب الكورة وعايزي بمحمد صلاح وترزيجيه والرمضان والنني واللعيبة نسيتها اقول النني برضو من الولادي اللي مميزين اللي عايزي بمحمد صلاحه دول اللي اللي عيبه اللي ما عندهاش فلوس تجيلك اللي ما عندهاش حق المواصلات اللي ما عندهاش حق التذكرة اللي السيادتك بتفرض عليه اللي بيجيلك اللي بيلعب أتاري و بيلعب كمبيوتر و بيلعب العاب الفردية بتاعت اللي جاب الأيباد و بابا و مامي لا دي مش لعيبة الكورة لعيبة الكرة دي المدفر ويتشال يربطه كده ويلعب حافق أو معاه جزمة كرة دي لعيبة الكرة زي البرازيليين هو اقتصاد البرازيل قائم عليه كرة القدم أنا عايز أقول لك حاجة بعد ذلك أنا آسف للمواطنة أنه بعض الناس يقول لك استمر بخمسين جنيه أحيانا الناس كتير ما تعرفش أنه الخمسين جنيه دي تخاصة ونا رايح وعارف أنه الخمسين دي جنيه دي ممكن يترموا على الأرض وبنسبة كبيرة ونا رايح عارف أنه حيترموا على الأرض خمسين جنيه دي بتبقى الناس ممكن يبقى تلت دخلوا أو حتى مش تلت دخلوا يوميتهم إحنا ما عملنا اختبارات كنا صباقين في الكسة دي كنا بالروح للمحافظات نعمل فيها اختبارات بقى عندك العيبة بص يا كريم الحلول سهلة بس اتفكر موضوع الاستمرارات اللي بفلوش دي العدف منها الربحة فقط صح النادي مش هيختني يعني من سوري من الاختبارات المدربين بيأخذوا منها النسب والعمال بيأخذوا منها النسب والسيانة بتاخد منها النسب الملاعب من البلدبوس يعني مش لاخل كبير قوي يعني مش حاجة مفيد بالعكس مش التقنين ان انا اعمل فلوس عشان ما جليش اي اعداد لا انا عايز اعداد ولا انا مدرب ليه ولا ما يبقى عندي القاعدة اوسع مش هيبقى الاختبار انسب ولا ما تبقى القاعدة مخنوقة هاختر من اللي موجود لا اوسع طبع طبع بس السؤال بقى لازم اوسع القاعدة طب السؤال بقى كابتن انا عمش معاك واحدة واحدة في موضوع الاختبارات دي عشان انت دي وصلها لك واس اول جدا لا بتاعت ان انا وصع القاعدة ايوه انا دلوقتي فيبقى اختياري انسب واشمل ليه بدل ما اختار من الف لاعب احسن مختار من مئة لاعب بس زرط لا اختار من الف لاعب بس السؤال بقى كابتن بقى عشان ده برضو السؤال شغل نجد نادي سين انا مش عايز اقول اسماء جاي للنهارده الف واحد والالف واحد دول بيبقى قاعد اللي بيبص عليهم واحد او اتنين هل ده منطق طبيعي عشان شفت الكلام ده بعناي في الف واحد داخل واحدة عمالي يقول له انزلوا لعبوا تقسيمة اجروا لبعض اللي يعرف يمجون وهنبقى نبص ونختار هل ده طبيعي اقول لك على حاجة يا كريم هل ده أسلوب علمي لا اقول لك على حاجة غريبة جدا اه تفضل معايير الانتقاء لكل مرحلة سنية ليها ناس هاي الجملة دي برضو اه ليها ناس اه وحقول لك ليها ناس يعني مثلا كريم مايروحش للمش عارف مدرسة الكورة وكابتن باد مايروحش للي عندهم عشرين ساق مش معنى ان انت بتمرن في رقق اول حضرتك انت عندك كل حاجة فتنزل تختار لي لمدرسة لا مش هتعرف حضرتك ايوه ما احترامي ليك ايوه مش هتعرف لكن انا سهل انا بقى كراجل بتاعك طعم يا شاقين ومدرسة الكورة سهل اختار لعيب الفرين الاول قوي سريع مهاري ماهو انا عندي المكاومات بتاعك وانا عارف معروفة لكل الكفيف ان اللعيب درجة القول لازم ببقى قوي البدن بتاعه كويس المهاري بتاعه كويس عنده تكتيج بيعرف تمركز حاجات للعامة واضحة لكن للخاصة في اختيارة البرعب والناشئين لازم معايير الانتقاء تبقى انت عارفة كل مرحلة سنية يعني انا لو جبت لك وامدرب اقول له تعالى حضرتك يا زميلي انت اختار لعيب على ست سنين هتختاره علي يعرف ايه فكور اكيد اولا اللي عنده ست سنين ده لحريف مثلا ولا بيرقص لا ده ولا حاجة خالص اه ولد مو حلوة بيعمل لا هتدعيب اول ما كنا تجري اه تريك كل بيرقورة طبعا هتختاره حديك ازاي بقى ازا ما كانش عندك اه خبرات عملية ودراسك اه حتى تدراسة في السن الصغير ما تفدكش اه تخيل بقى اه تخيل برو اه اللي درسناها اه في التشيك مثلا اه ما تفدكش في السن الصغير اه لانه بدرسك حاجات تانية خالص بصة قد ايه امور صعبة فانت بتقولي اتنين كسة بش اتنين ولا واحد ما انا ممكن اكون بيحب الشغلانة اختبر في اليوم انا مستمر اختبر مثلا 3000 لاعب بس ابقى عارف كل مرحلة سنية انا هختار على ايه البلان في مخي ما بيطلعش انا بختار في الثمان سنين المعايير الاختياري واحد اتنين ثلاثة ما حدش عنه مش واحد اتنين ثلاثة سنين مش واحد اتنين ثلاثة تزوير عشان يجيب لي بطورة ايوه لا 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 لان اما الكوة بتتساوى اه انت ضيعت 15 سنين على ولد موجوب عشان تلاعب عنه واحد ما بروفش يلعب صح قوي او سريع صح للأسف الشديد يعني صح وده اللي خلانا في المنتخبات ما بنكملش لان بقى فيه كشف فبيطلع ثلاثة تربع لعيبتنا مستنانين ومزورين حصلت ولا انا بتبلى حصلت كلام ده موجود كارسة كارسة طبعا انتواخد بالك طبعا عارف ليه كابتن بدري كمان اجيلي حراك بيجيلك انا بس ان بيجيلي في الاختبارات دي بتاع ميد تليفون اكيد حراك بيجيلك عشر تلاف تليفون حقي والنبي ابني عايز يخش والنبي ابني يتظلم والنبي المدرن ما بصش عليه كويس والنبي مش عارف ايه طبعا انا اولا انا الحمد لله لما حد بيكلم بيقول كده اقوله خليه يلوح يلعب وان شاء الله ربنا عايز يكريم ويكريم وانا مش عادر اعمل حاجي بس انا اقصد انه كان بقى واحد بيوافق على ده كان واحد بيجامل كان واحد بيقول ده اخده عشان من فلان ومن صحبي ومن عمتي كلنا يا كريم جاملنا اه بس في اللي ايبابك رايز كلنا جاملنا طبعا كلنا جامل ما فيش مانا بس المجاملة فيه حضرتك مش نعمل حاخدك تنزل الاختبار ان انا نزلك الملعب انا مش هلعبلك حضرتك ايوا يعني ان انا نزلتك يا كريم الملعب اه قدينيgrandشان ااخدك صح مش انت ابن مين اه لا يعنيني ولا يخصني اه مش لو ابني لا لو ابني انا مشيت ابن من نادي الاهلي اه ما حستش انو يكامل في نادي الاهلي لا بالنسبةلي نمرة 3 اه كان حالس مرب بالنسبةلي انا في نادي الاهلي نمرة 3 راح امبي بقى نمرة اثنين راح الموريد بقى نمرة واحد ولعب منتخب قلومبي على حراس كنت عندي لو خليته انا بقى نمرة ثلاثة كان هيفضل طول امره كده لا سبك من نمرة ثلاثة كمان انا بكلمك انا مدرب وعرف ان ابن حالس كويس دليل راح منتخب قلومبي لعب على جوال كانت عندي انا حراس مرمى انت فهمني؟ بس انا عشان بتاع كورة لا طول من انا موجود حولك عشان بابا بابا المدرب كوسة لا مش معنى ان انت مدرب وعندك ابن فابنك يتظلم لا مش معنى ان انت مدرب وعندك ابن لازم يلعب في النادي لا دي معادلة صعبة اذا كان يستحق اهلا وسهلا بيه اذا كان حيفضل النادي قال انا مريش دعوة بابا مين ولا مامته مين واذا كان ما استحقش لو بابا رئيس النادي مع السلامة انت تاخد مكان واحد تاني ليه؟ بس ده بيحصل لكابتن بدر والله ما كان بيحصل مش بتكلم على كابتن بدر والله ما بتكلم عليك بس انت ابو الشغلانة انت اللي فاهم الدنيا ماشي ازاي بس بتحصل خلينا واقعين عشان كده لو بتحصل باي نسبة مش شابه عندنا كورة لا لا مش لو يا كابتن بدر انا بقول لو بتحصل بنسبة لا وبتحصل بنسبة كبيرة لما يبقى فيه اجماع من الناس من اولئة الامور انا عارف طبعا كل واحد بيشوف ابنه انه اعظم لعب في الكون بس دي بقيت شكوى جماعية وبعدين انا انا شفت انا روحت اختباراتنا اندية الاقي خمسمائة لعب في ارض الملعب وهو عمال يبص وفيه مدرب اللي بيختاره ده بيبقى مسك الموبايل لا لا طبعا انت هتختار ازاي وهتختار ازاي بين خمسمائة واحد ده عدم احترام للمهنة عارف انت نساق المهنة والشرف انك اما تقعد في حاجة يبقى عندك امانة يا اخي ده طفل ده جاي مثلا من اسوال الله ليك حلمه عشان تكتشف موهبته انت مش هجيلك مرادونا يا اخي انا عايز هذا السؤال هو انت وانت بتنطقي يا سايد المدرب انت عايز مرادونا امارساتك هتشتغل ايه معاليك النادي بيقبضك وجايبك مدرب ليه مش عشان تعلم الولاد دول مش عشان تدرب الولاد دول ولا انت عايز يجيلك ميسي طب اذا ما جالكش ميسي العيب بقى في الولاد هم كل اللاعيبة الموجودة موغبين لك 90% مصنوعين و10% موغبين يعني انت لو عندك 10% في فرقة في 11 لعيب نسبة 10% انت مميز والدليل بقى ان الصنعة ابازت انا ياسف يعني انا ياسف ان الصنعة ابازه ان 90% المصنوعين دول مبقتش السدعة كويسة انا ياسف وعشان زي ما بقولك كل حركوش ما فيش أمانة في أن أنت كمدرب مش أنا أنا مش ب بالوم المدربين مش بالوم المدربين بالوم الأندية اللي بيجيب ناس غير مؤهل مش في المكان السليم مجرد أن أنت عايش تشغاله وتأكله وعيش مش في الكورة أكل العيش مش في الكورة دي الصنعة عارف حضرتك يعني صنعة يعني فيها تعرق كده وتموت عشان تطلع لعيب للدرجة الأولى لمصر تعمل لعيب عشان يبقى عندك منتخب قوي طبعا تعمل لعيب عشان يحترف في أوروبا مش عشان يقول فلان مش فرق فلان العلان ما أنت لو تلعلك اتنين وكت نمتع لان أنت عندي بقى عند اتنين ما كانش يبقى فيها 14-15 واحد صحيح ما كانش يبقى عندك 5-6 لعيب يلعبوا داره وممتاز 5-6-2 بيعابوا منتخبات الحتى اللي مشوا ما يكملوش بيلعبوا داره وممتاز ويعابوا درجة تانية يعني إذا هم لعبيت كرة هم مش أنت كله داخل وكله خارج ومنتحدك بس بتفرس مش فراغ جامعية هم ولا فراغ بلدي وفرنجي لا 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 ده لعيب حلم حياته وخصوصا بعد وجود النني وصلاح وتلزجيه الناس اللي احترف في تورمضاء والناس دي أولاء الأمور الأول كنا بنضرب عشان عشان بنلعب كرة دلوقتي وإيه الأمر عايز بنلعب كرة أيوه ده الحمى عايز يجوز منتو لعيب كرة الأول كنا بنضرب صح أحد اللي ترفض عشان بنلعب كرة فأنا بديك بص قديه كرة بقت مهمة جدا صح أدبيا واجتماعيا وبتعرفك بالناس كبيرة وتبقى ليك كيان في المجتمع تقدر تقول لي مرادونا ولا ميسي معاه شهادة إيه لا طبعا شهادة أكيد مش كبير بيقابل مين ميسي ومرادونا عظم ناس في العالم رئيس الأرجنتين طبعا بيقابل مرادونا طبعا الله أرحمه طبعا وبيقابل ميسي مش كده ولا ي صح مزبوط طيب السؤال بقى اللي جيدة لها علاقة أيضا بالاختبارات أنا مش عايزي بالحتة دي إيه الطريقة المثالية لانتقاء اللاعبين في اختبارات الأندية العدد يبقى كم واحد مثلا في اليوم في التدريبة حراك لو أنت قاعد دلوقتي ما فوت تشوف كم لاعب بتشوفهم إزاي بتشوفهم في تقسيمها ولا بتشوفهم إزاي يعني إزاي يشوفوه الطريقة العلمية عشان بحس أن هي الطريقة عشوائية أوي هو التوحيد أن أنت تعمل حاجات معينة ده مش مزبوط ليه لأن كل مرحلة سنية لها حدود ملعب مساحة وليها عدد فأنت لو جيت مثلا في السبع سنين تلعب خمسة لدي خمسة الملعب باص مش هتكتشف مواب عارف ليه عشان كله بتص ببعض تمام ملعب صغير مساحة ما تناسبش وعدد كبير خمسة لدي خمسة عشان تخلص أنت عندك ألافات والاستوراق بتعد أيوه وإكسر فلوس بتعد آه فأنا عايز أخلص يلا ما عنديش وقت لكن مثلا لو أنت لعبت ثلاثة دلتلاتة بالكتير أربعة دلتل أربعة أخذ بالك أقول لك على حاجة كريمة غريبة فض والله والله ما بكذب عليك في لعيبة في الاختبارات ما كشب تلمس الكورة كنت بأخدها تلمس الكورة والله العظيم أنا حلفت لك بالعظيم أنا حلفت لك بالعظيم لا أنا مسدق سادق طبعا فوليه الأمر اللي بره أو الحاجة تيجي في خياله لنت بتجامل ده وسط طبعا لما لمس الكورة وابن جاب عشر تجوان طبعا ما خذوش الولد اللي جاب عشر تجوان جاءوا جوال وخذوا الولد لما لمس الكورة عارف أنا ما قدش لما لمس الكورة ده ليه احترمت بفكره ده ليب عنده فكر عارف ليه ما عملش زال بقية جيل ورا الكورة واقف ميستني باخد بوزشان بتاعه بوزشان بتاعه مزبوطة مثل بيلعب ورا فواقف ورا مستني انت ما جيله هو ما استربع شجري يقطع الكورة عشان تقولي انه هو إيه لعيب انت فاهمني فعنده حاجات فطرية عجبتك خلينا اقولك برضو مش المدرب بس اللي عليه عيب عشان ابقى واضح يعني وليه الامر اللي بيصلت ابنه ما تديش حد كورة ورقص تم انت خلصت عليه ايوه حركة الوقت بتدي شوية كيوز يعني شوية براشيم كده للناس اللي لاحق اختبارات مفجأة ما تستوينش بحركة بتقوله ده لا ان كل أولاء الأمور انا عشته ايوه بيقوله مثلا لابنه لو حتى هترك وهت جوال اه وما تديش لحد الكورة اه وما توقفش في الملعب اه انت كوليه امر حتى تدك مش مدرب اه هو ربنا بديله ملكة مثلا انه بيعرف يباصي انا كمدرب اه حكتشف ده ان ده حيبقى مليميكر في المستقبل فلو باصة باصتين ثلاثة كويسين اه لو عنده رؤية اه لو عنده كسة انه يستلم كويس وغير اتجاهاته اه لو عنده كسة انه يبقى واحد ضده واحد ازاي اخد كرره ويعدي كل دي حاجاته اللي باختار عليها اه انت حضرتك مش وصللك الكسة دي انت كل اللي وصللك ابتروح للكلمة عدي منه صح ممكن باخدكش ممكن باخدكش اه اخيل بقى هاي فوليه الامر كمان انه بديجي راعيك تبران سيب ابنك حضرتك ما تلعبلوش سيبه هو يلعب ويطلع فكره زي ما بقولك كده ممكن واحد زي حضرتك انا بقى اشوف لاعب بفكره اخده هم هستكتبه لانه عنده فكر هم الكرة فكر وقرار هم اي حاجة غير كده يبقى احنا بنتحك على بعض اه طيب قبل ما اختم بقى انت مزع الجمهور الاهلي بسبب موسيماني لما قلت النهاردة الكابتن بدر لاجم معايا قلت لكابتن بدر كل شوها بيهاجم موسيماني بينطاقب موسيماني وشايفه ان هو مش مدرب كبير هم لما اجبت موسيماني خالص على فكر ايه اه وموسيماني في فترة الليلة خد بطولات اكتر من مانو المزين دي حاجة تحسب له لكن بالنسبة لي انا ما امتعنيش كرة كرة النادي الاهلي فده مش انت ليه عايزني ادي له حقه في حاجات وما انكد وانا لعيب كرة ومدرب كرة فان انا عايز فلقيتي في لقى النادي الاهلي نادية العظيم اللي اتربيت فيه واحسن نادي كان بيلعب كرة في مصر وفي افريقيا وزعيم الكرة الافريقية انه يلعب كرة عادية كده فابق انا ممسوط ليه ليه يا حقي حقي استمتع كرة لا وانا حقي وانا من نوعية الناس اللي بحب كرة فبحب لعيب كرة انت ليه حضرتك عايزني في قصة ان انا باخد بطولات هو مين اشتغل في النادي الاهلي وما اخدش بطولات صحية فمسيماني بالنسبة لي مدرب عظيم جدا 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 كنتائج ومدرب عادي جدا جدا كاداء لان ما تقعد كم سنة في النادي الاهلي بتاخد بطولات طب انت عايزة ما تديني اداء كويس يعني تديني حاجات تحس انها بتاعتك حس ان رجعني كرة النادي الاهلي كرة اللي متعودين عليها تحضير من تحت البناء واخد بالك الفنش نجع الجول الاداء الجمالي المهارات الفنية العالية التكتيك العالي او الحاجات اللي بتقرر كتير ما شفتهاش في مصميني لك مش معنى كده ان انا باهاجم والعكس انه مجتنع بيه جدا 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 وقال لما كانش النادي الاهلي جابه صحيح لا 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 مش كده خاص كين لاعب اديته لقب من الالقاب العظيمة بتاعتك ومحسيتوش انه بشال اللقب دا كويس ولا واحد ولا واحد والله يا كريم ولا واحد كلهم بالنسبالي ولادي شرفوني تعرف انت ما تبقى انت فرحان ان انا مرنت مثلا انني مرنت رمضان مرنت تريزي مرنت كهرباء مرنت 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 فرحان بيهم عارف انت انا كبرت بيهم وهم كبروا بي يعني انا شكتهم في الصغر وهم بيشلوني في الكبر بيجيوله كابتن بدر فهي قصة في حب بيني وبينهم وفي ود بيني وبينهم وكلهم ولادي يعني انا ما بقابل اي حد فيهم ما بقولوش باسمه بقولو اسمه اللي انا بديتوله وبقولو ابني ابني انت متخيل كلهم ولادك صحيح فانت ما بتميس بنده وبنده كلهم ولادي حتى اللي ما كملش ده ابني لان انت عارف كرة نصيب ممكن تبقى مرادونة ومتلعبش طبعا حظك يبقى واش ممكن تبقى اقل وتلعب صحيح صحيح كابتن بدرح ايه شرفت ونورت واسكرت عليك النهاردة في شوية كلام فيه تفاصيل عن الشغل لا لا بيش حاجة شرفت ونورتك سعيد وجدي مع اشكرين وباشكرك وباشكر الله برناني شكرا ده كان لقانا مع الكابتن عظيم كابتن بدر رجب بعد الفاصل محمود دياء وفاروق عصام نتكلم عام كتير عن موضوع تجديد محمد صراح لليبربول اخبارك ايه قولك كويس فارول مش عرف منور انا بيكا كريم مبسوط دايما ان انا معا انا مبسوط جدا طبعا نبدأ بصراحة طبعا ابدأ بتادي لليبربول منتقى الخبر بالنسبة لك كان مفاجأة ولا كان متوقع 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 اوكي يعني انا كنت متخنة بعد ما صاد يوماني ميشي ليبربول مش هيقدر ان هو يتخلى عن نجمه التاني في الفريق الاتنين هم دول اكتر اتنين مؤسلين في الناحية الهجومية فكمتوقع ان صلاح يجدد مش هياخد الرقم الربعمائة الف سترليني وبرضو مش هياخد المتين وثلاثين اللي كان لليبربول عرضها فالموضوع اتقسم بالنص ما بين الناحيتين طبعا صلاح كان الكفة الارب لانه هو في النهاية نجمي الفريق الاول هو اللاعب اللي مع ارقامه في اخر خمس سنين الفريق قدر يعوض ساديو من سريعا ولكن تعويض صلاح عموما كنحية كنحية هدفية مش بس كجنح يمين فيها جنح يمين متميزة ولكن ان ديك نفس التأثير بعد الاهداف ده صعب جدا تلاقيه حتى لو دارت جوا الدولة الانجليزي فالقرار فريقا متوقع يمكن كان فيه اتجاه الافضل ان هو يروح ريال مدريد او حتى يروح برشلونة حتى في الدولة الاسباني بحيث ان هو يعني الكلام عن البالوندور وخلافه ولكن بالنسبة لنا كان بخلاء صلاح في الليفربول افضل لي فرصة دايما ان هو بيفضل موجود وبنفسه على البطولات منافسه صعبة طبعا مع سيتي ولكن كل لقب في الليفربول وزنه كبير اوية في انجلترا ووزنه كبير اوية عند جمهير الليفربول اللي هي خلاص دلوقتي ما صرحت عدة مرحلة ان هو لعب كويس موجود في الليفربول اللي هو واحد من الاساطير النادي وبقاء واستمرار هناك لحد نهاية مسيرته الكروي او لحد ما من الاخر كده هو خلص اللعب في الهاي ليفل في اوروبا هتحسب له بشكل كبير جدا في انجلترا كاستورية والكلام عنه من كل اتجاه وتمجيدي اللعيبة بشكل كبير جدا طيب من الحاجات المهمة جدا عجبني الدوشة اللي تعاملت مع تجديد محمد صلوح هكيدة مبهرة هكيدة مدهشة كمتنا ننطرش مبوست على فيسبوك تويتر دوشة وكلام رايح جاي والشكل الصور وقعد على البحر في تفاصيل كده دعائية وتسويقية عجبتني للموضوع يمنه ده اللعب بتاعنا احنا ده ده اللعب مصر اللي بيحصل له كل الدوشة الحلوة دي يمكن تفاصيل التجديد اللي انت اتكلمت عليها دي سببت حالة نشوة وفرح في شوارع ليفربول انا اتعمدت اشوف سكاي واشوف التقارير اللي مش شوارع واشوف ردود الافعال بتاعت جمهير ليفربول لان ده دائما محمد صلاح بيصدر لك الاحساس بالفخر فلما تشوف حد في اقوى دوري في العالم جمهير اقوى دوري في العالم بتتكلم على العيب مصري ده بيديك احساس بالفخر فحبيت اشوف تقرير كده لقيت مشجع من ليفربول بيتكلم ان احنا نقدر نتحمل خسارة ساديومانية لكن عمرنا ونقدر نتحمل خسارة محمد صلاح قد ايه التعليق ده سبب لي حالة فخره وخلانا شوف المشهد كله ان محمد صلاح النادي هو اللي بيروح له لحد عنده عشان يجدد وبينزل الصور وهو موجود في اجازته مرجعش النادي لأ جدد وهو موجود هناك ازاي محمد صلاح بقى رابع على راتب على مستوى العالم طبعا بعيدا عن السلاسي بتاع باريس انجرمان لان معروف ان باريس انجرمان بيدي ارقام فلكية عشان يقنع لعيب ان هو يلعب انا بالنسبة لي محمد صلاح حاليا في الانديا التوب في اوروبا هو رقم واحد بخصوص الراتب لان انت عشان تقنع ميسي نلعب معك مضطرة تديده راتب طبعا فوق المليون يورو في الفلسطانة طبعا بخلاف الدرائب لكن محمد صلاح في اقوى دوري في العالم هو رقم واحد هو الراتب الاعلى وده رقم كبير جدا 350 الف سترليني في الاسبوع هو رقم واحد في الدوري الانجليزي ففي اكتر من شعور بالفخرة بخصوص محمد صلاح في نقطتين جداليتين في التجديد هل ليفربول ومشروع ليفربول يضمن لمحمد صلاح النجاح خلال ثلاث سنين جايين هي دي النقطة الجدالية اللي هيكشف عنها المستقبل ليه؟ لان هو معروف ان محمد صلاح كان قدامه الخيار الاقرب هو ريال مدريد والدوري الاسباني لان ريال مدريد بعد فشله في التعاقد مع كيليا نيمبابيه بقى قدامه الحل الاكبر دلوقتي والحل الاوضح هو محمد صلاح فمحمد صلاح مع ريال مدريد هو نادي النجاحات فيه اعتقد ان هي مضمونة لان احنا شايفين برشلونة في تخبط مفيش منافسة قوية في الدوري الاسباني فالبطولات مضمونة في ريال مدريد هل في ليفربول في واحد من اقوى الدوريات الموسم الجاهي بقى صعب جدا في الدوري الانجليزي منشستر سيتي فريق قوي تشيلسي فريق قوي منشستر نايتد بيعود أرسنال موجود تاتنهم بيعمل صفقات كبيرة فالنجاحات في انجلترا قد تكون صعبة شوية في اللعيب بيدور دلوقتي على الجايزة الاكبر اللي هي جايزة افضل لعب في العالم والجايزة دي تربطت بقى خلاص في السنوات الاخيرة بالنجاحات يعني كريم بنزيمة اعتقد ان الاداء الفردي متقارب مع محمد صلاح ان لم يكن كريم بنزيمة اعلى شوية لكن عشان كريم بنزيمة خد دور ابتال اوروبا وخد الدور الاسباني فهو كفته اترجحت على محمد صلاح فانا كنت شايف ان ممكن خطوة ريال مادريد تبقى افضل لمحمد صلاح لانه هو جد التلات سنين مع ليفربول ده هيكشف عنه المستقبل بس من ناحية عنها محمود انا كنت بقولي النهاردة صلاح بيكسر التلاتين واكيد هتمر عليه في الكم سنة اللي جايين دول فترات هبوط شوية في المستوارد مع تقدم العمل زي ميسيو ايه لعب بيكبر من ناحية يعني بيعدي التلاتين انا لما اكمل مع ليفربول اعرف كده بالمعنى السهل يعني دبيتي يعني انا عندي رصيدة عند الناس دي هتستحملني هتتحملني لكن ريال مادريد هروح حلقة معاهم من اول موسم لو هبط شوية في المستوى هلاقي الجماهير بتاكت في ضدي وتقول لعبوا دوردريجو مكاني مصر عشان كده انا قلتلك الجماهير في ليفربول ده مجد لعبتها ده اولان ثانان جماهير مادريد حتى مع اللعيبة اللي لها تاريخ ما كان بيحصل كده في النهاية ورد ونفسه ورد ونفسه هتحقق كمان بالنسبة لي يا كريم فوقت التجيب مهمة قوي البداية رغم انها كانت طبعا يعني مع البداية كانت اكبر عامل عكسي اللي هو التويت بتاع ترامي عباس ووكيل صلاح وراك انها كويس ان هم استغلوا القصة دي في انهاء حالة ان وكيل اللاعب بيطلع يرد على المدرب او بيطلع يرد على ده برسائل استهزائية هم اخدوها في سكة ان دي هي الحاجة اللي احنا عملنا على التريند فنبدأ بيها التجديد فنبقى الموضوع ده كأنه حاجة ودابت خلاص ما بقاش اثارها عند الناس مش هيفضل الاثر السلبي هيبهو الاثر في النهاية اللي هو الموجود ان دي الحاجة اللي بدأوا منها اعلان التجديد لمحمد صلاح فهي في رأيي الموضوع مكاسب لكل الاطراف المنافسة زي ما كان فروح بيقول المنافسة طبعا في الدولة الانجيزية اصعب من اي دورة ده مفاش اي نقاش من الغياب ده اولا ثانيا ليفربول يظل منافس قوي على دورة الابتاوروبا هو تاني مؤفض ومرشح في كل موسم بعد من شستر سيتي طوعا البحثة في الابتاوروبا طوله متغير ولكن هو ظل منافس قوي جدا على دورة الابتاوروبا كان معتالي وانا برأيي بقاء صراح في البريمير الليج اقوى توري في العالم ده بحد ذاته زهور وانجاز وروعة ومكسب ده مهم بس هل جيل ليفربول الحالي ومنحنى اداء الفريق مع يورجن كلوب اللي هو المدرب اللي معروف انه بيمدي عقدي سبع سنين وهو حتى اتكلم في المانيا هو ليه بيمدي عقدي فسر الموضوع ده انه هو دايما المنحنى بتاعه في سعود لحد ما بيوصل للقمة ويبدأ بهبوط لما بيلاقي الهبوط ده خلاص بيحس بحالة تشبع وبيحس ان العيبة خدت منه او الجيل اللي موجود خد كل حاجة منه وهو مدرب عاطفي شوية ما بيقدرش يكرر نفس العاطفة دي مع اللعيبة فخلاص بيضطر انه هو يرحل لكن هو مع ليفربول كسر القاعدة دي ويكمل فهل نجاحات ليفربول او مستقبل جيل ليفربول مع وجود لعيبة خلاص اعتقد انه هم في اواخر ايامهم وفي اواخر فتراتهم ومش هيقدموا نفس الاداء اللي قدموه في اكتر من اسم في ليفربول مع رحيل سادي ومانيه اللي هيأثر اللي اعتقد لويس دياز اه لعب كويس بس لا يقارن بسادي ومانيه نونيز نجاحه مش مضمون لانه جاي تحت تضغوط المئة مليون فليفربول المستقبله برضو يعني مش مضمون بنسبة 100% لكن محمد صلاح هو النجم الاول في ليفربول ودي حاجة مهمة جدا في ريال مدريد هيروح هيبقى لعيب جديد لكن هو في ليفربول هو النجم الاول في ليفربول محمد صلاح خلاص علي فين طريقهم كريستانو هنالضو طريقه فين يا من الناس ونجد يعني بيشجع مونشستر ونالتدو بيعاني طريقه في مونشستر النهاردة كلام كله عن كريستانو هيمشي فين بقى بس حافر الانجزاء اه لا مش فين اه يمشي اه يروح فين اه يروح فين اه يروح فين توتنام نفس الكلام تشيلسي هو النادي الوحيد اللي ممكن يكون يقدر يجيب روندو فعلا كان في كلام عن اجتماع ما بين رئيس النادي ملك النادي الجديد وما بين خرخي ميندز للنقاش الكلام ده واعتقد ان دي لو حصلتها تبقى سخطة كبيرة في تاريخ روندو ونالتدو يروح لنادي تاني في البريمير ليك في اسبانيا ريال مدريد مفيش ليه ليه مراش تادي ليه ساقطة كبيرة في كيستانو الله راح نادي تبريم ليك عشان انت بشغل مانشستر لا عشان علاقته بجمان مونشستر لما لامبرد عملها كان هنا يروح مانشستر سيتي قبل مرح مانشستر سيتي لامبرد عملها لامبرد عملها بس انا اشخصيا ما تصورش النواعي يعني مصورش انه بعد كل ده نواعيد من الدفقة في سن 38 سنة ولكن ده اوبشن متاح طبعا وفي الناحة الاحترا فيها اوبشن موجود صح في اسبانيا ريال مدريد طبعا مع وجود فلورنتري وبريزا الموضوع مستحيل برشلونة مش عارف يدفع راتب لعبته اصلا عشان يجيب لعب راتب كبير يوفي في ايطاليا الموضوع مقفول انتر عنده يرجع لوكاكا وعنده لغتار ومارتينيز باريس سان جيرمان عنده ميسي ورونالد ومبابي ونيمار وبارني مونخ مش قدري يدفع راتب ولكن كأنديت كورا محتاجة مهاجمين هم يدين كبار تشيلسي وبارني مونخ بارني مقدار شهية فعل راتب وحتى في الكلام اللي كان موجود في تقارير صحافة سكايا المانيا عن ليه هم مقرروا ما يجيبوش رونالدو بسبب اولا سنه والراتب وان المدرب الفريق صغير وما يبقىش يعمل انقصامات في غرفة منلابس وخلافه فبارني اوبشن خارجي اوبشن المنطقي الوحيد هو تشيلسي اللي فعلا بيدور على ضافة عنصرين هجوميين للفريق ما بين ستيرلينج ودينبالي ورافينيا واسما كتير سمعناها فاول اوبشن المنطقي الوحيد هو تشيلسي ولكن ما اعتقدش رونالدو يروح لفريق ثاني في البريمير ليج ويترها يستمر يا مسرحية مسرحية خورخي ميندز ورونالدو عاملينها لان الخبر النهاردة لما تسرب في كل صحفيين الكبار نزلوا الخبر بصيغة تحس ان يا صيغة متألالهم يقولوها ازاي فحتى الصحفي فابريسو يوروامانو دلوقتي الصحفي في سوق الانتقالات ستحدث ان رونالدو قبل قدارة مانشستر انه ماشي لو ج ie leal عرض مناسب لم يج theories the laws of terrorist مانشستر اكيد كاديروا يجبronic فان ضغط على قدارة مانشستر لان هعل realism خمس صفقات موجودين منهم لعيبة مش من طموح كريستين رونالدو أو مش بالوعود اللي خد كريستين رونالدو إنه هو عايز الدورة الجيزة الموسم الجاي وكريستين رونالدو مش عايز يبني مشروع أو مش هستحمل بأنه مشروع هو عايز لعيبة قوية فهو ضغط على الإدارة وأعتقد إن إدارة مانشستر رونالدو قالوا إنه هما يكتمع مع كريستين رونالدو بعد ما ينضم للفريق والاجتماع ده أعتقد إنه هو يصفر عن زيادة ميزانية الانتالات ومحلل ومتابع حابب كريستين مكمل مع مونشستر نايتد ولا لا يعني شايفه مفيد للفريق ولا لا بصوا خلينا طبعا بشكل عاطفي رونالدو كان رجوع سينمائي جدا ولكن ما بعد ما شفت الموسم طبعا رونالدو قدم موسم بمقارنة بالحواليه هو موسم كويس جدا ولكن المومنتم اللي كان ببقى أخده الفريق في التلس سنين اللي قابله رجع تاني مش بسبب رونالدو الواحدة طبعا بسبب ان المدرد مقدرش يتعامل معاه ويلاقي له مكان في خطة الفريق اللي هو كان عايز يعمل تنهاج مدرد مختلف بطلبات مختلفة أولها وأهمها طبعا قصة الضغط وازاي نتحرك ونعمل فهل هو هيقدر يتجاوب مع كلام ده ولا أه أنا بحبش حط أحكام مسبقة ولكن مش لازم ينجح بنسبة 100% أو أنا مش بتوقع ان ده ينجح بنسبة 100% هنشوف ده في الملعب ولكن توقعي ان هو لا مش يعني مش هيكون بنفس التأثير وبنفس القوة اللي هيبقى طالبها تنهاج من مهاجمه اللي هو عادي فوق كثيرة ممكن يلعب من غير مهاجم صريح يلعب بمهاجم واهمي فهي دي النقطة اللي محتاجة تتشاف السنة اللي جاي ولكن توقع الشخصي ان مش هيكون النجاح بنفس القوة اللي كان فيها رونالدو حتى قبل جدا عايز اخدكم النقطة تانية خالص بقى بعيدة عن الترانسفير ماركت اللي هو أبرزه طبعا كوسة كريسان ونالدو ومحمد صراحة تجديد بتعليف البول هو من اللي هي يدرب المنتخب لغز غريب وبعدين منتخب مصر ما يستحقش مننا المداربين يرفضوه يعني منتخب مصر طول عمر وهو متسايد قرد أفريقيا وسبب اجمال نادي الأهلي والكلام عن مدارب نادي الأهلي والناس تتمنى تتضرب نادي الأهلي لكن ده منتخب مصر أفضل منتخب في أفريقيا والمنتخب المتسايد القرى وأعتقد المداربين كتير على مستوى العالم يتمنى يدربوا منتخب مصر فإحنا نخرج نقول إن المداربين بيرفضوا تدريب منتخب مصر ده أعتقد يعني سقطة من سقطات الاتحاد وسقطة من سقطات المسؤولين عن الملف اللي موجود لنا انت عرفهم أحيانا ناس تقولك إيه معادي لأ هو عرضه طلب أنا عرضته هو رفض من حقه أنا أفهم إنه يرفض لو هو فعلا مرتبط بفرقة تانية أو منتخب أو هياخد رقم قليل لكن أنا حسن معلومات إن الاتحاد حاطت ميزانية كويسة للمدارب اللي جاي والمدارب اللي انت بتتفاوض معاه غالبه بيبقى فاضي مش مرتبط بعادة تانية إيه سبب الرفض بقى تاريخك مع المداربين يقال إن المداربين سألوا وستفسر أي مدارب جاي له عرض من اتحاد هو مش على ضراية بيه ممكن هو معرفش المسؤولين آه يعرف منتخب مصر ونجاحاته رفع على المنتخب ويعرف الهيستوري بتاعهم وهيستوري المسؤولين عاملين إزاي لما بيرجع لمدارب زي كارلوس كيروش ويسمع منه إنه ليه مستحقات ويسمع منه إنه المسؤولين تعاملوا معاه بالشكل غير لائق هقدر يدرب المنتخب طبعا هيكون فيه رفض لتدريب المنتخب وأعتقد ده اتكرر مع باولو سوزا وبيتكوفيتش مدارب كبير لكن برضو بيتكوفيتش محتاج بيزي بموجود عشان يحقق نجاحات ملقاش البيز ده في المشروع اللي متقدم له من الاتحاد المصري ومن الهيستوري بتاع الاتحاد المصري فهو ده أعتقد أن السبب الرئيس للرفض وحتى سان باولي أو قوي أي مدارب كبير هيجي المنتخب المصري هيسأل وهيستفسر ويلاقي نفس المشكلة موجودة فالمدارب اللي هيقبالك دلوقتي هيتجاوز هذا الموضوع اللي موجود مع المسؤولين وهيقول المسؤولين متغيرين وبعد كده يعني أعتقد المرشحين فيه مرشحين كتير لكن انت دايما بتجري وراء المدرب اللي هو لتاريخ مع النجاحات الدولية أعتقد أن فيه مدربين ممكن ما يكونش لهم تاريخ مع النجاحات الدولية وينفعهم منتخب المصري عظيم محمود رأيك إيه والله الموضوع سيء جدا سيء لأقصد راجع يعني الناس انت بتتكلم مع مدرب وعليك يرجع يرفض تتكلم مع مدرب ويعتذر لأي سبب إن كان وارد أنه تحصل ولكن اوتوماتيك مع التاريخ اللي عندك آخر ستة شهور مع مدربين منتخب مصر طبيعي إنه يخليك تفكر في الجانب السيء إنه هو الناس دي رفضت عشان شافت اللي حصل أو عشان كلم مش هازم تكون كلم كده وش هو لو رجع بص المدرب اللي كان موجود قبله هلأي إنه هو جيه في مايو مرة نفريق خمس تمرينات لعب طلب ماتشاط ميشي أصلا فدي حاجة تخليك عندك مشكلة طبعا إغراء تدريب محمد صلاح وهو واحد من أحسن ثلاث لعبة في العالم ده شيء كويس جدا ولكن طبيعي حد ولكن لي أضحي بتاريخ هنا أسماء اللي موجودة أسماء كلها يعني ليها تاريخ مش أسماء قليلة حتى لو كان نجحتها من فترات متبعدة أو ما بقالها فترة ما بتحققش نفسه النجاح القوي ولكن أسماء قوية بيتكوبيتش مدرب مشكلة لجيه خالص تماما يعني وليه تاريخ قويس جدا وكان مع مدخب سويسرا ممتاز فالمدربين دي كلها يعني مش عايز أقول صدمة ولكن أنت بتتفاجئ بالواقع أنت بعد المفترات أنت ما كنتش بتخطط لأي حاجة ومشي الموضوع كده وربنا يسهل فجأة بقى جيت تخطط وتعمل لقيت لأ أنت الحاجات اللي فاتت دي مش بس كت على قدنا وإحنا شايفينها في مصر لأ أن الناس كلها شايفها الناس كلها عندها مشاكل معاها صحيح بص أنا حاسس بالآخر كده أنه ربنا هيكرم لك بمدرب كويس بس لو ربنا كرم بمدرب كويس فهيبقى بالحظ يعني يعني حد هزي اللحظة محدش قال لنا إيه المعاييري بنختار بها المدرب إحنا بنبص على سبيلات أسماء كويسة يعني أسماء كويسة فكرة الكريمة عمي كام شارك وننتكلم هنا إنت أنا وإسلام سامي وتكلمنا عن باترس بومل اللي هو الوقت ما حطه على الراف حطه المساكن لحد ما نشوف هنيعمل إيه وده مدرب ممتاز جدا ليه ما يجيش مرة من تخمص لا وهي الفكرة في إيه أقول لك بقى من الآخر ليه ما يجيش إنه هم حطوا معايير أنا آسف مش معايير زكاية أنا آسف لبقول كده إنه لازم يكون واخد بطولة إنه لازم يكون واخد كنووسة دي عمل حاجة يعني معايق السيبي بتاعه مدالية مأكاس تمام ودي في المنتخبات ما بتحسبش كده ديها حزبة تانية خلص غير حزبة لندية وحط حزبة لندية ما بتحسبش كده يعني طب هو أنت بس أنا عايز أعرف حاجة أنت متكلم مدرب أنت عارف أنت عايز منه أعتقد أن المسؤولين عمدينة مش عارفين هم عايزين منه هل هو عايزين منه يكون جيل من الشباب والنشئين ويطلع جيل جديد ولا ياخد بطولة نحن برحالي نحن ندور على الحد متاح هل أصلا الجيل بتاع مصر ده يكسب بطولة لا والله هي أبدا يعني مستحيل الجيل ده لو بيلعب مدرب غير كارروس كروش القرار يمنروس التشاف أفرخي الله ينور عليك محمود شرفت ونورت ربنا خليك شكرا جزيلا يعني ربنا هيكرمنا إن شاء الله وبقرة ولا بعد نقول لكم مين مدرب منتخب مصر اللي حتى ما عنديش معلومة قدر أهله لها لك ودلوقتي مين حتى مرشح خلاص كلام خلص يعني حتى الأسماء المنشعة ما بقتش موجود ربنا هيسهل إن شاء الله ربنا هيكتب الصالح بإذن الله المنتخبنا الوطني نهاية حلقتنا النهاردة من رقم عشرة أشوفكم يا رب على البخير